بسم الله الرحمن الرحيم ازيك ولاد اخباركو ايه? هنشرح موضوع مهم جدا يا ولاد في الفيديو ده في الاندوكرينولوجي وفي اللي هو الكوشنج سندروم. الكوشنج سندروم واحد من المواضيع المهمة جدا جدا. ممكن يجيلك سؤال في الامتحان اخر السنة. ممكن يجيلك في الامتحان اخر السنة. ممكن يجيلك في الامتحان ككيس سيناريو. وبيدخل لجنة الاخر السنة كوشنج سندروم. فعشان كده لازم نبقى احنا فاهمين كويس قوي كوشنج سندروم وحافظينه كويس قوي. فعايزك تركز في الفيديو ده كويس جدا لانك لو فهمته اتساعد عليك الحفظ ان شاء الله. الاول اه انا عايز اقول لك الاول هو اسم كوشنج ده جيمني. سنة الف اه من الف تانمائة تسعة وستين لالف تسعمائة تسعة وتلاتين اولاد عشن رجل اللي في الصورة قدامك ده اللي اسمه هارفي كوشنج. هارفي كوشنج ده كان جراح بخه وعصاب امريكي وصف كزا حالة في الطب وكان ليه اسهمات كتير جدا في الطب يعني. تمام كده? وصف ايه? وصف اه بعض الناس اللي عندهم زيارة كورتزون في البلد. يعني بعض الناس اللي عندهم هايبر كورتزوليميا. الهايبر كورتزوليميا دي قالك اللي هي كوشنج سندروم وفي حاجة برضو اسمها كوشنج ديزيز. ده كرام هنوضحه دلوقتي ان شاء الله. يبقى وصف وصف بعض الحالات اللي معها زيارة الكورتزون في البلد. هايبر كورتزوليميا اللي هي والكوشنج سندروم والكوشنج ديزيز. ايه الفرق بينهم? هنقوله كمان شوية. تمام? بس وصف بعض الحاجات التانية برضو اللي مالهاش علاقة اصلا بالكورتزون. اكزامبل يا دكتور زي كوشنج ريفليكس مسلا والكوشنج آلسر. تمام? طب انا بقولي الكلام ده ليه? ولازم افهمك برضو يعني ايه كلمة كوشنج ريفليكس ويعني ايه كلمة كوشنج آلسر اللي انها بتتساءل في الكلينكة الاخر السنة. وانتو كاداكاترة ما ينفعش او احنا كاداكاترة ما ينفعش اول ما نسمع كلمة كوشنج على طول ايدي في الدماغ ده زيارة كورتزون. لا الرجل ده وصف كزا حاجة. وسمى باسم كوشنج. تمام? فزي با قلت لك? وصف الحالات اللي علاقة بالهايبر كورتزوليميا والكوشنج ايه? طب تمام? وصف حاجات تانية بقى. اول حاجة كوشنج ريفليكس. خد بالك من الكلام. ايه كوشنج ريفليكس ده? كوشنج ريفليكس الرجل ده زي موقع تنجرح مخو اعصاب. الرجل ده لاحز ايه? لاحز ان الحالات اللي بيجي له معها زيادة طب زيادة ده نتيجة ايه? نتيجة مسلا او نتيجة تمام? طب احنا خدنا السنة دي اه مع بعض حاجة زورة ها? خدنا اطبع مية في المية شاطر. البتيوتري مكرو ادينومة. البتيوتري مكرو ادينومة اللي هي كتاكتر من عشرة ميلي كان بتعمل حاجة اسمها بوزيتف ماس افكت. الماس افكت ده كان بيعمل ايه? كان بيزود الانترا وكان بيضغط على حتة اسمها كان بيعمل حاجة اسمها بايتين برا الهيمانوبيا اشنو احنا كان ده في البتيوتري بالتفصيل. فالمهم واحد عنده زيادة انترا بيشار. لاحز ان الحالات اللي ده زيادة اللي عام بيجي الترايات. الترايات ده سمه كوشنج رفليكس. الترايات ده عبارة عن ايه? عبارة عن هاي براتينشن براديكارديا and براتينشن براديكارديا وسمى ده كوشنج رفليكس. يبقى اوعد دكتور اخر السنة وبسألها لك والله اوعد دكتور اخر السنة في الكريمجة اللي يقولك يعني ايه كلمة كوشنج رفليكس? وقل ده عشان زيادة الكورتزون. تروح النار. ما ينفعش طبعا. ده تمام? غير خالص. مانوش دعوة تمامة بالكورتزون. ده تمام? مع براديكارديا مع ده. اتنين في حاجة اسمها لكوشنج آلسر. طب ايه يا دكتور برضو كوشنج آلسر ده زي متكر رجل ده الرحمة اخوه عصاب. لاحظ ان بعض الحالات اللي بتجيله برضو عندها اه او حصل المهم حصل عندهم زيادة في لاحظ ان بيحصل عندهم جاسترو بعض الحالات فيها حصل فيها فقال لك ده اسمها كوشنج آلسر. كوشنج آلسر. بقى كوشنج آلسر ده عبارة عن نتيجة زيادة برضو انت ركتال برشار. نتيجة او نتيجة ايه تروب. حلو الكلام? ابقى عايزك تعرف لي يعني ايه كوشنج ريفليكس? ويعني ايه كلمة كوشنج آلسر? وزي ما قلناك كوشنج سندروم بقى والديزيز دول هنشرحهم دول اللي معهم ايه كورتيزوليمي. ده اللي معهم زيادة كورتيزول. عمل حاجات تانية مش مشكلة او دي. يعني عمل حاجة اسمها مع الدكتور اسمه بيلي. قالك سمه بيلي كوشنج كلاسيفيكيشن. آآ مش مشكلة الكلام ده بس المهمين او دايما اللي بتسألوا في اللي هو الكوشنج آآ ريفليكس والكوشنج آلسر. طب تمام. تعالى ما ندخل على الاندوكراين اللي هو الكوشنج سندروم. يعني يا ولاد كلمة كوشنج سندروم. كوشنج سندروم آآ الدكتور هارف كوشنج قالك يعني ايه كله? كوشنجห sentiment. قال لنا ده عبارة عن تاني. ده عبارة عن تاني ده عبارة عن جاي نتيجة حق وحصل نتيجة ايه? حصل نتيجة يعني انا انا عاوج اقوله ان كوشنج ده تعريف عام. اй عين يجيلك عنده ده اسمه بلك. خب ب欲 بس من الكلام. ايا في 두�逢ة السبب. ايا كان سبب زيادة الكورتزون ايه? ايا كان سبب زيادة الكورتزون ايه? في الدم? ده اسم كوشنج سندروم. ببقى كوشنج سندروم ده عبارة عن اندوكراينال ديس اردر. طب حلو. تعال احنا بثبتين بقى عنوين كده في الاندوكراينولوجي قلنا لو مشينا عليها يتسهل الاندوكراين. اول حاجة اما اجا اتكلم على الفيسيولوجي. لو فهمنا الفيسيولوجي بتاع الهرمون سهل علينا جدا اللي جاي. الفيسيولوجي لهرمون اسمو انها ما قولناك كورتزون. طب يطلع من ايه من الادنانجلاند اهو? انتفانة الادنانجلاند ده سوبرارينة عشكاسة سوبرارينة الجلاند. طب تمام. انتفانة اما حتة عندي الهيستولوجي. اما اجا بص على الجلاند الجزء اللي برا ده ولها اسم كورتكس واللي بوا اسمه المضلة. واما اجا بص على كورتكس هلقاه من برا البوا تلاتة زون. يعني اول زون اهو زونة جرومريلوزا دي كببتطلع الكورتيزون اهو اللي هو الزونة ايه فاسيكولاتة اللي هو اكبر اكبر جزء من الكورتيكس يبقى الهرمون عندنا اللي هو مين? الكورتيزون بيطلع من اين؟ بيطلع من الزونة فاسيكولاتة اللي هي اكبر جزء من الكورتيكس بتاع الز ادنال جلانز طب قبل امقولي ال Furction ال Regulation امتب Engineering عن طريق ال catch ايه اللي بيحصل؟ ال Hy liked balيiy al Parcel ال Hy like the blue اخو�이nia على اللي هو بينزل بعد كده. بينزل بعد كده عن طريق. خبالك. الهايبوثالامس بيصنع. بينزل ده عن طريق اللي بين الهايبوثالامس بينزل يحفز انهي جزء في البيتوتري بيحفز انهي حتة برضي يا دكتور فاكروا لا البيزفل مش الاسيدوفل. نتفعنا الاسيدوفل اللي في الانتروب بيتيوتري بتطلع اتنين بس هنا بينزل يحفز البيزوفل. عشان تطلع مين? اللي هو الادرينيو كورتيكوتروفي كرمون. يروح بقى يحفز مين? يروح يحفز عشان تطلع مين? الكورتيزون. طبعا الكورتيزون ام ما يطلع يقوم يعمل نيجاتي فتباك. يقل للسيار اتش. فبالتالي هيقل. طب تمام. يبقى ده الريجوليشن. طب صلوا بينا عنادي. ايه الفنكشن بقى? ايه الفنكشن تحت الكورتيزون? كتير او الفنكشن تحت الكورتيزون لازم نحفظها كويس جدا جدا جدا. اول حاجة. في الميتابوليزم اشتغل عالكاربوهيدريت والفات والبروتين والاكتور لايت اهو. اربعة ميتابوليزم. كاربوهيدريت فات بروتين الاكتور لايت. برضو له افكت على الاستمك. بول بلاد سايكوزيس. خبالك تلاتة بي مع بعض اهو. بول بلاد سايكوزيس. وبعد كده اتنين انتي. يعني فيه انتي انفلاماترو. انتي الورجيك والاحدة واحدة. بالاول ك complic. بيشتغل على الكاربوهيدريت الكورتيزون باعمل ايه? الكورتيزون ده بيعمل هايبرجليسيميا ولا هايبرجليسيميا فتكر كده في الضيابيتس? اه صح! ما في المياه بيعمل هايبر ايه? هايبرجليسيميا. بيزود او بيستموليت على فكرة بيستموليت بيستموليت. اللي هو ايه? تصنيع من الامانو اسد مثلا. حلو الكلام. يبقى هو الكربائيدات بيعمل هيبر جليسيمية. واخبالك لو بيزود الهيباتك او تبطه او في غليكوز جلوكونيوجينيسيز. تمام. وعشان كده لو زاد يعمل لو عمل دايبيتس ده تايب وان ولا تايب تو ها? طايب وان ولا تايب تو. شاطر شاطر. ساكن داري دايبيتس. ساكن داري دايبيتس. طب تمام. يبقى الكربائيدات هيعمل هيبر ايه? هيبر جليسيمية. طب تمام. التين عالبروتيين هيكتابوليك احنا دي كده? ايه هم الانابوليك هرمون كنا قلنا الانسولين? صح? والجروث هرمون? تمام? والانسولين والجروث هرمون. وقلنا بس خب unlike قلنا بايه? بالنورمال دوز بتاعك. يبقى انسولين جروث هرمون والفيروكسن بالنورمال دوز. كمان الاندرجين سكسو هرمونا. قلنا الهيرمونز دي كده على بعضها تسميها اما ايه بقى الكاتابوليك هرمون الكاتابوليك هرمون كان الجلوكاجون تمام فيروكسن بايه بالتوكسيك دوس والكورتيزون دول كاتابوليك يبقى الجلوكاجون فيروكسن بالتوكسيك دوس بتاعته والكورتيزون تمام كده دول كاتابوليك فهو هنا ع البروتين لا كاتابوليك يعني بيكسر البروتين خد بالك بيكسر البروتين بيحاول امين واس بعد كده الامين واس دي تتاخد يتصنع بقى جلوكوز جلوكونيوجينس الفات. بيكسر الفات. يقوم يعمل ايه كمان برضو? يقوم يعمل يعني ايه بقى? بيعمل ايه بقى? عشان تفهم كويس قوي. اكتب الجملة دي. موبولايز. الفات فروم البريفرال تو سنتر. يبقى الفات تمام? واكتب كده. موبولايز الفات فروم ده بريفري تو ده سنتر. يركز الفات في النصف. طب يعمل اعراض مهمة جدا هنقولها دلوقتي ان شاء الله. يبقى ايه تاني. يبقى كاربوهايدريت هيبار جليسيميا. البروتين كاتابوليك افكت. زي ما قلنا بيحاول بروتين لأمان واسد. بعد كده امان واسد يتخد يحصل بقى ايه جلو كونيو جانس. صنع بقى جلوكوز. الفات وبيعمل يعني ايه دكتور قلت لها كتب كده موبولايز الفات فروم ده بريفري تو ذا ايه? تو ذا سنتر. يركز الفات في النصف. فبيعمل كاراكترستك لعين الكوشنج ده هنقولها دلوقتي ان شاء الله. بعد كده ووتر والكتور لايت. ليه الديستيرون لايك اكشن? ليه الديستيرون? طبعا احنا اتفقى انا الديستيرون بيعمل ايه? ها? قلنا في الكنز. الديستيرون بيعمل ايه? بيزود السوديم صح كده? والمية. ويقلل موتاسيام عند ايه? اهو يزود بتاع السوديم وماية فيزود في الدم. يزود المية والسوديم صوت وبيعمل ايه بقى? ومتابولك الكاليوزز. هيبوكاليما مع ميتابولك الكاليوزز. زي بالزبت زي بزبط الزلة. الاستومك يزود وعشان كده الكورتزول لو زاد قوي. هيزيد اله السل لقوي. فما يزيد اله السل لقوي يقوم يعمل ايه? يعمل بيبتك آلسر. يقوم يعمل بيبتك آلسر. البون ليه انتي فيتامين دي اكشن بص علم على الحتة دي بدمك ما لهاش حل انتي فيتامين دي اكشن طب بيعمل ايه دكتور الانتي فيتامين دي اكشن ده يعني بيعمل ايه قالك بيبلوك بيبلوك الفيتامين دي ريسبتور اللي موجودة في الانتستن بيبلوك الفيتامين دي ريسبتور اللي في الانتستن فبالتالي بيقلل بيقلل الكالسيوم ابزوربشن انا عندي فيتامين دي الاكتف فيتامين دي في الجائتي. اما بيمسك فيها يقوم يزود الكالسيم ابزوبش. هو بيعمل ايه بقى بيبلوك الفيتامين دي. خبالك بيبلوك الفيتامين دي ريسكتور اللي موجودة في الانتستن. فبالتالي يقلل ايه? يقلل الكلسيم ابزوبش. ولو الكلسيم قال البون ينعف. هنقول بقى الكرامة ان شاء الله. يبقى في البون طب على البلد بيعمل ايه يا دكتور? ركز بقى معايا في الحتة اللي جاها دي. والحتة دي كتب جنبها كده. بيتكرر دايما في الامتحال. على البلد بيعمل ايه اولا بيزود. ليه? عن طريقه ناوة بيزود. يبقى بيزود. عن طريقه ناوة بيزود. او تلك قبل كده الريثرو بيتام ده بيطلع منين. تلك خمسة وتمانين في المية منه من الكيدي. وخمستاشر في المية بيطلع منين من الليفر. تمام? يبقى بيزود. يعني يعمل ايه بقى? حاجة احنا بنسميها. لو زاد بردو يعمل بوليسايسيمية verification pulis semicic 내가 خباك من كده. بكلمة بوليسايسيمية عن الاربيسيس زادت. بيزود النيوتروفل. خباك بيزود النيوتروفل. ويقلل اللنفوسايت والازينوفل والبيزوفل. يزود النيوتروفل ويقلل اللنفوسايت والازينوفل والبيزوفل هتضيف لي كمان هنا نو 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 افكت على المونو سايت. ونو افكت على المونو سايت. طب صلى بينا على النبي. هو بيعمل الصورة دي ازاي? يعني ازاي هو بيزاود النيوتروفل ويقالي الازينوفل والبيزوفل والليمفوسايت? ازاي بيعمل الكلام ده? كلنا نسمع دايما الكلمة دي. ان الكورتيزون بنده في الامراض المناعية. صح ولا? اكت اشبحت الجوبة دي قبل كافة. يقول لك الكورتيزون صح هلا. هو بيعمل דה عن طريق النوع فعلا ليه طب تقول يا دكتور طب انا فاهم يعني انا دلوقتي ما تيجي تقول لي ان الكورتزون يا دكتور بيقلل الليمفوسايت ويقلل الازنوفل ويقلل البيزوفيل خب بالك. يعني ما تيجي تقول لي الكورتزون بيقلل الليمفوسايت. بإزنوفل بيزوفيل. عشان ليه فعمل في الحتة دي. يعني عمل في الحتة دي. فبالتالي اقلل تالي لليفوسايت ويyorumفل في النمبر بتاعهم equivalent الدم. تقولي هنفه ا equiv 100% طب يا دكتور دي بقى طب هيوي عن ايوتروفيل زايده في الدم ده معناه ان المناعة علي اقولك لا اوقف هنا. اوقف هنا اوقف هنا اللي يبقى صاتل بينه عن النبي. هي ايه اول خطوة في الاول خطوة في المناعة? اول خطوة في الاول خطوة في المناعة لو تفتكر يعني وانا سبتلك ده مناعة ده تمام? وده التيشوز اللي حصل فيه كانت اول خطوة في المناعة كان بحصل حاجة سر بي اوعى نيتروفيلكيموتاكس. تتاع بدي ا所謂 Dlatego. فروم ض البلودستريم. عشان يسراني اه تيشو اللي في انفلاميشن وتمنع لسه باقى نيوتروفيل كيموتاكس. طب الكورتيزون ليه and進 kto miniathon Exion امون اأكشن وانا تم يعملي ايه يمنع عن نيوتروفيل كيموتاكس. خباءة الا. فورما يمنع عن نيوتروفيل كيموتاكس خلاص معاعش بها مش الاما يجريشان. اجا اسحب الان في الن Bris يعني النيوتروفيل زئده هنا مش معناها مناعة كويس. لا لا لا. لا لا ده معناه ايه منع قلت مفيش نيوتروفيل كيموتاكس اصلا فبالتالي نيوتروفيل تتركز في الدهما ماجه اسحب الان نيوتروفيل عاية حلو الكلام يبقى احفظ صم تأثيره على البلد يبقى بيزود عن طريق ان هو بيزود ال اتنين فبالتالي بيزود النيوتروفيل ويقلل اللينفوسيت والازينوفيل والبيزفل عمل دول ازاي؟ طب عمل ده ازاي؟ عن طريق ان هو عمل فركز النيوتروفيل في البرادستريم معادش بحصلها ما يجريش مراكزها في البرادستريم فما اجه اسحب الان نيوتروفيل زاوي زايد الكون بتاعها زايد تمام كده؟ عشان ما تنساش واخد بالك برضو يعني عايز ان نحفظها فتكر دايما والكلمة ديك انه حفظونا بيقولك الكورتزون يعلل عليين ويقلل القليلين تاني كده احفظ الجملة دي كده الكورتزون يعلل عليين ويقلل ايه القليلين هو ايه اعلى حاجة في الدم اعلى اعلى حاجة في الدم واعلى نمبر في الدم ومين طبعا اكيد اكيد الارب curious وفي الwhid blood cells اعلى حاجة مين? nighttime يعني اعلى كونت في الدم لكله يعني اعلى كونت في الدم لكله الارب ==== وبعلى كونت بالنسبة established blood blood cells الـ neutrophil في هو علل عليين هوا زاود الزايدين زاไมسألي قول زاود الـ وقلل الي كوريده يقليلين اليقنQué والازينوفيل والبيزوفيل. ما تنسهاش بقى. حلو الكلام انا فهمتك ليه? اهو عشان عمرك ما تنسى ان شاء الله. وحفزتها لك اهو. يبقى بيزود الزايدين او بيعلى العاليين اللي هو والنيوتروفيل ويقلل القليلين اللي هو اللينفوسايت والازينوفيل والبيزوفيل. لانه بيأثر على خدوا بالكم. لانه بيأثر على اللي موجودة عندنا في البرين. ومعظم ولقينا معظم الناس اللي عندها يعني اصلا حالات اللي عندها بيبقى عندها زالة في افراز الكورتزون. بيأثر على هايبوثالاميك بتويتري ادنال اكسس. اندرجينيك افكت. ليه اندرجينيك افكت? خد بالك. وعشان كده يعني الحتة دي بيبان في الستات اكتر. اللي عندها زالة كورتزون. لقى انها بيحصل هرشوتازم. واخد بالك وكمان آآ صوتهم بدخن شوية. يبقى اندرجينيك افكت. زي ما قولنا بقى انتي انفلوماتري وانتي اللورجيك. لو عايز تضيف كمان انتي فيبروتك. ضيف لي كمان هنا انتي فيبروتك بيقلل اه احنا قولنا بيقلل انفلاميش. طب اقول الفايبروز بيحصل نتيجة ايه? نتيجة كرونيك كرونيك انفلاميشن اصلا. فهو انتي انفلاماتري فبيقلل انفلاميشن فبيقلل الفايبروز. كمان انتي انتي اديميتس. واحد يقول لها دكتور ازاي ده انت بتقول لي فوقه هون وبيعمل صوت اندووتر تنشل. لا اخد بالك انا هنا بتكلم على انهي اديمة. انا بتكلم على اكسوديت ايديمة اللي هي الانفلاماتري اديمة. الانفلاماتري اديمة مش الترانسوديت. واحد بالك يبقى هنا انتي فيبروتك انتي اديميتس اللي هو انتي اكسوديتف اديمة. تباهم كده? يبقى ده الفيسيولوجي. يبقى الفيسيولوجي تاني الجلاند الهرمون بيطلع او الهرمون اسم الكورتزون بيطلع من الزونفاسيكولاتة اللي اكبر جزء من الكورتكس بتاع الادرينالجلاند. الفانكشن حفزناها. الريجوليشن عن طريق هايبوثة لامج بيتيوتري ادرينال اكسس طب تبعا ندخل بقى بعد كده على المرض نفسه بقى الاسباب احنا انت فانا كوشنج سندروم ده عبارة عن ايه? كوشنج سندروم ده زي ما قلنا ده عبارة عن اندوكرينا دي سؤودنا نتيجة هايبر كورتزوليمي الكورتزوليمي الكورتزول زاد في الدم طب ايه اللي يزود الكورتزوليم في الدم الاتيولوجي حطه على الصفحة دي سؤال مهم جدا 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 ايه الاسباب? هقسم الاسباب واسباب زيادة الكورتزول في الدم لاكزوجيناس اكزوجيناس واندوجيناس يبقى انا عندي حاجة اسمها اكزوجيناس كوشنج سندروم يسموها كده اكزوجيناس كوشنج سندروم في ناس تانية يسموها كوشونايد سندروم خبالك يعني في ناس يسموها لك ايه كوشونايد كوشونايد سندروم وخبالك يبقى تاني يمه اكزوجيناس يعني ايه يعني اياتروجينك 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 يعني ايه تأسير الكورتزون اللي من بره ده على انا ما باخد كورتزون من بره وصلت اما باخد انا بقى الكورتزون من بره ده باخده من بره هيقوم يقلل اهو تمام فبيحصل ايه برولونج تشوف برولونج تقول لكم كورتكول الثرابي عمل هايبر كورتزوليزم قال للمين هيقوم يقلل فيقوم يعمل بايلاترا الادرينال اتروفي اخد بالك بس من الكلام تاني شوف انا هكتبها لك وهرسمها لك لام نفسي احنا اتفقنا البتيوتري اهي بتطلع الاس تأتش الاس تأتش ده كان بيشتغل على البوث ادرينالجلاند ان ايه تطلع مين ده بتطلع كورتزون ده بتطلع كورتزون دلوقتي انا خدت انا كورتزون من بره عندي مرض مناعي لما تقول ارسراتس اس ل ايه فاخدت الكورتزون من بره الكورتزون من بره ده يعمل نيجات تفتباك فيقل يقوم يحصل ايه في البوث جلاند دول اما الاس تأتش يقل معدوش مشتغلوا. بعد شوية نتيجة البرولونجي ديوز بتدي يحصل في الجلاند دي اتروفي. اتروفي. واخد بالك. بس خبالك الاتروفي ده يا دكتور. ولا الريفيرزيبول? لا الريفيرزيبول. عادي. بس الفكرة تحتاج وقت على ما ترجع تشتغل تاني. يعني ايه انا ليه بقولي التلام ده? ليه? عشان كده اما واحد بياخد كورتزون اولاد من برة فترة زمنية طويلة اكيد سمعت ان انا ما ينفعش وقف الكورتزون مرة واحدة. صح ولا اكيد سمعت انت الجبنة دي. ليه? لان لو وقفت الكورتزون مرة واحدة. تمام? وحتى لو انا ما وقفه هيزيد الجلاند بحتاجة وقتا على ما تشتغل. على ما تفتكر كان بتشتغل ازاي? وصلت ولا انه بيضيح صفاء اطروفي. نتيجت نقص فترة زمنية طويلة. فعشان كده لازم اعمل ايه? مانفعش توقف جرعة الكورتزون مرة واحدة. لازم اعمل جرادول جرادول مصدرول للكورتزون. اقلل الكورتزون مرة واحدة. الاس تقلتش بيزيد واحدة واحدة. من اللي بيشتغل من تحت واحدة واحدة? الجلاند عشان اما جاوقف. يبقى الجلاند رجعت تشتغل تاني. العام ما يخشش في حاجة اسمها اديزونيان كرايسس. يعني لو واحد وواحدة عندها روماتود ارتراكس او اس ال اي. تمام? ومشي على كورتزون بقى لعشر سنين. جات وقفت مرة واحدة اكيد اكيد اديزونيان كرايسس. مفيش في افصار. اديزونيان كرايس. اللي هو واحد ما عندوش كورتزون خلص في الدم. تمام كده? يبقى اول حاجة واول سبب لكوشنج سندروم او الاياتروجينك كوشنج سندروم. ده نتيجة برولونج جلوكو كورتكول الثرابي عمل هايبر كورتزوليزم. زي ما قلنا تأثيره بقى ايه هيقل الاس تا اتش يوعمل لك بيولاترا الادرنة ايه? اتروفي. ام سي كيو. الموست كومن كوز. اوف كوشنج سندروم او هيبر كورتزوليزم اياتروجينك او ايكزوجينك. مهمة جدا. جدا. اشهر سبب يعمل هيبر كورتزوليزم او هيبر كورتزوليمية. زي ما بقول زيت الكورتزوليزم في الدم هو ايكزوجينك. اللي هو بياخد من بره. طب اتنين في عندنا ايه? اندوجنس كوشنج سندروم. اندوجنس كوشنج سندروم. من جوهك بقى. السمنة اللي من جوهك ده وسكندري هايبر كورتزوليزم. وزي ما احنا اتفاقنا قبل كده بقى في الفيرويد. ان كلمة دي يعني المشكلة فين في نفسها? في الادرنالجلانت. لكن لا. المشكلة مش في الادرنالجلانت. طب تمام. بيسموا النوع اللي هو ده ولان ايه? بيسموه احفظ صم. بيسمو ايه? بينما النوعين دول اكتب عليهم كده او اكتب فوق السكندري هايبر كورتزوليزم دي دي هايبر كورتزوليزم. يعني ايه كلمة دي يا دكتور? يعني زيارة الكورتزون ملوهاش علاقة تماما بال لكن اما اقل لك زي ما اقول لك كده معناه ايه? انه زاد وبسبب زيادة ام الكورتزون زاد. طب تعالوا يفهم اكتر تعالوا ناخد الاول النوع اللي هو اسمه primary primary hypercortisolism اللي هو ACTH independent kushing syndrome تمام؟ ده نسبته من ال endogenous kushing 15% بيجي الفيميل اكتر من الميل بنسبة 4 الى 1 ده بيبقى عب في في الادنالجلاند حصل ايبقى ركز بقى معايا كده اهو بص على لده انا حصل في الادنالجلاند كارسينومة في الادنالجلاند المهم ام الكورتزون زيت يبقى حصل المشكلة عندي فين في الادنالجلاند سواء كان ادينومة كارسينومة المهم نتيجة الكلام ده الكورتزون زيت طب اما الكورتزون يزيد يقوم يعمل ايه يقوم السيار HL صح ولا بس عشان كده سامناه يبقى دي هي ان بداية المشكلة من من بداية المشكلة من الادنالجلاند ان الكورتزون زيت عيد تاني الكورتزون زيت هون واخبالك فنتيجة زيادة الكورتزون نتيجة حصل ادينومة او كارسينومة في الادنالجلاند عمل نجل تفتبات حلو خبالك باللجاية دي فيقوم يعمل اتروفي الادرنالجلاند اه الكلمة ده هي يتكتب فيها مراجح او الله هفاهمك دلوقتي طب هو ايه اللي عمل ده ايه اللي عمل ده خبالك بس بالكلام يعني هو قال لك امسك يو كده لو جالك ستريت حان امسك هو اخبالك بالكلام او اه تختار بشكل عام كده الادرنال ادينومة ركز معي الادرنال ادرنال بشكل عام لو قالك في الادلت هو بس الفكرة لو حددها لك يبقى الكارسينوم يبقى الكارسينوم كمساش المتحدة كارسينوم ماتشاش اتماع تلك leg t reply ماكرونيديولر ده كارسينوم ده ك clusters ده ك mec أخد بالك لكن الماكرونيديولر أجانا بيتبقى في النحيتي طيب تمام يعيش فيهمك الحتة دي يعيش فيهمك الحتة دي هتفرق معي قوي. صلوا بينا على الابي كده. انا زي بقولت من شوية. ركز كده. ان انا عندنا بتطلع مين? صح كده? هتروح تشتغل على ايه? انا بيشتغل على تمام? دي تطلع كورتزون دي تطلع كورتزون. المهم دي حصل فئة ادينوما او كارسينوما. اما الكورتزون زادي يعني دي زاولة الكورتزون. اما دي تزاود الكورتزون يقوم يعمل ايه? نيجا تفتباك على يقوم دي يحصل فيه اطرفي. خب بالك بقى من الكلام اللي انا اقول ده. علاج الادينوما والكارسينوما ايه? او في علاج او الهايبر كورتزوليزم ايه دي انا اشيل دي? اشيل الادينوما دي. فانا اقوم اعمل شيل دي. حلو. انت عارف بقى? اما اشيل دي. ركز معا في اللي جاءة دي. لو شيلت دي. ومشيت العيان انا اما اشيل دي. من اللي زيد? لكن دي كان فيها اطرفي. اخت اللي كان بياخد من بره بالظبط. فالاستاد شايت اه لك دي مش تشتغل دلوقتي مش تشتغل عطول. فبالتالي يعني يوم يدخل فين? في عشان كده ايه? لازم بعد مشيل دي شوف بعد مشيل دي امشي العيان على كورتزون. لازم ادل عن كورتزون. لازم ادل عن كورتزون خد بالك. لازم ادل عن كورتزون. واعمل للكورتزون اللي انا بديه من بره لحد ما ترجع دي تشتغل حد تفهم حاجة؟ يبقى لازم في حالات اليونيلاترال ادرنال لان الادرنال دي فات يومر زورة الكورتزون لست اتش ال فالتاني حصل فاق اطرفي لو انا قمتجي شال دي على طول كده وممشي لعنى طول خاصة الحمدلله لاشتراك ات يومر روح حاج الحاج روح ادزونان كراس ليه؟ دي عايز الوقت على ما تشتغل يبقى لازم بعد ما شير اللي فات يومر قدي كورتزون واعمل جرادول والذورا للكورتزون لحد ما دي ترجع تاني تشتغل تمام؟ يوم الدكتور في الشافة وفي الحتة دي شوف انا بسبق كان رجوت في الميديك في التريتمنت مكتوب بس انا بسبق عشان افهمك يوم الدكتور في الشافة يجي قل لك ايه؟ شوف السؤال ده خباك طاني كده لو واحد مش فيه يقول لك لا والدكتور ده مصطبح ولا ايه مش هايبر كورتزولزم يعني الكورتزون عالي هو ازاي واحد عنده كورتزون عالي قديه كورتزون من بره. الدكتور عايز اجابة ايه? انه عايز تقول لها دكتور اه طبعا فيه دور مهم جدا للكورتزون في علاج البيعيبر كورتزولزم. لاله بعد ما عمل سيرجيكا ليموفا ليوناتر الادينوما او كارسينوما لازم ادي من بره كورتزون واعمل جرادوال وصدروه للكورتزون لحد بالسليمة ترجع تصدقها. سؤال شافوي على اعلى 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 مستوى. يبقى ده هيبر كورتزوليزم يبقى نسبتها خمسة العشرة في ميل اكتر من الميل بنسبة اربعة الى واحد بيحصل اللي بيعمل فلو كان جاي بيحصل اطرفي معايا كده ايه اللي يعمل ده? ادنومة انضموستقوم انقصو في ادلت. كارسينومو اضموستقوم انقصو في الشيلدرن. لو لو هيبر بيليزية ابيلاتر. بيلياترال ماكرونيودلر ادنال هيبر بيليزية. طب تمام. نخش عجلات تانية اللي هو سكندرها هيبر كورتزوليزم يعني المشكلة برا الادنالجلانت. في عندنا اللي بيساموها ايه بقى? اه يعني اجا اقول لك الرجل ده هو عنده كوشنجي ديزيز. تمام? لا هنا بتحدد. يعني اقول لك الرجل ده عنده كوشنجي ديزيز. انا كده حددت. حددت ان المشكلة بدأيه تمامين من البيتيوتري جلانت. بيتيوتري ايست ايتش ريليز امسي كيو. الله يرضى عليك. اهي. امسي كومون كوز اف اندوجيناس كوشنجي سندروم. شوف بقى الامسي كيو. يبقى لو جالنا في الامتحان امسي كيو. امسي كيو. امسي كوز اف كوشنجي سندروم. بتختارلي اياتروجينيك. اكزوجيناس كوشنجي سندروم. لو قال لك المست كومون كوز اف اندوجيناس كوشنجي سندروم. مش 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 عبل ادرينا. لا 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 عبل بيتيوتري. اهي. الكوشنجي ديزيز. يبقى الكوشنجي ديزيز او عبل بيتيوتري. اذا مست كومون كوز اف اندوجيناس كوشنجي سندروم. خمس سبعين في من الحالات. خمس سبعين في المهم من الحالات. حلو كلام? طب المست كومون كوز اف هايبر كورتزوليزم لسه ايه لك اهو? مين? اللي لو قل لك تختار كارسينوم. حلو الكلام. يبقى البتيوتري او الكوشنج ديزيز تاني الميل الى الفميل برضو نفسك واحد الارباع يعني الفميل الى الميل ارباع الى واحد برضو في الفميل اكتر من الميل. طب تمام? ايه اللي بيحصل هنا بقى? اه بتيوتري ادينوم. زودت يعني هينا جايW من فوق. بتوطي قد نعم اكمل ايه? لابت مزودة مين? ها? عما بتعملى اللي زودت افراز الكورتزون. يبقى انا عمل المشكلة ده من هنا. بدايتنا في الحتة دي. ان زاد الاست اتش? الاست اتش هيقوم يعمل ايه؟ بعدها على الاتنين. على البوذجلاند. يقوم يعمل بالطرآجرانجلاند هيبربليزيا. ويقوم يزود مين الكورتزون. هنا بقى سموه است اتش دايبنت. سح كده ولا? دا است اتش دايبنت. لان الاست اتش زاد ونتيجنزت الا افراز ام زود افراز الكورتزون. طب صلو بها يعناب. ايه تانية دكتور. الاست اتش اللي هو برا ماليجننت سندرون. بره او بيسموه اكتوبك او بيسموه ساعات يقولك اكتوبك اكتوبك كوشنج. خبالك من كلام اكتوبك كوشنج. يبقى دي عشان بس نركز. يبقى عيد تاني يا ولاد بقولك ده مصطلح بشكل عام. بشكل عام زيادة الكورتزول في الدم. لو اه من بره ده بنسميها كوشنويد كوشنويد سندروم. طب تماما. اما اجا اقولك بقى كوشنج رزيز. كوشنج رزيز يعني لزود افراز الكورتزولي. بقى كوشنج الدزيز ده. اللي هو بيتيوتري. مشكلة في البيتيوتري. طب اما اجا اقولك اكتوبك كوشنج. اكتوبك كوشنج ده اللي هو اللي هو الاخير بقى اللي هو اللي هو اللي هو ده واحد بيبقى عنده مين? اهم واحدة قلناها قبل كده اللي هو او اللي هي 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 الاهم على الاطلاق في كل الوكتوبك بتاعت الاندوكرايك. قدو بلكو يعني. فاول حاجة اهو انا معلمان لك غدا بالاصفر ومعليش كتبها عندك لو ما كانتش موجودة في النسخة اللي معاك. او دي اهم واحدة بتعمل بتقوم بتطلع ايه خبالك? تطلع ف اللي يطلع ده هيعمل نفس الكلام اللي قلناه هنا بالزبط. اهو. يبقى قامت مزودة قامت عاملة افراز الكورتزون ماله زاد. يبقى زورة عاملت قامت مزودة افراز الايه? الكورتزون. من اللي يعمل ده اهم واحدة زي ما قلنا ممكن رينال سيل كارسينوما بانكرياتيك كارسينوما فيه كروموسايتوما هتقول له يا فيه كروموسايتوما دي بتطلع كاتيكولامينز يا دكتور. اهو. بتطلع كاتيكولامينز لكن لو تفتكر ببراح قلت لك انها ممكن تطلع ايه بقوة تعمل لك ساكندري بوليثايسيميا وممكن في بعض الاحات كبرة ماليجنانت الكرومافين سيلز تطلع كورتزون. ازاي? ما انا عرفش. ميضالة لثيروت كارسينوما برضو كبرة بليجنانت سندروم تطلع تطلع خدت بالك يبقى ده بيسمو اكتوبك ده نسبتها كام خمستاشر في المية من خبالك كوشنج سندروم والميل يساول في ميل. الميل يساول في ميل. في ده كاترة بتحب يعني ايه? تسأل اسئلة على اعلى مستوى. وعايز اكتب امركز قوي. يبقى الميل اكتر من الف ميل بنسبة اربعة الى واحد. الكوشنج ديزيز الف ميل اكتر من الميل بنسبة اربعة الى واحد. اكتوبك اكتوبك كوشنج ها ميل يساول في ميل. ميل يساول في ميل. طب في نقطة. لو انا عايز اقسم لك برضو ده كاترة اقولك ايه? قسم لي او قول لي اسباب الكوشنج سندروم اكتوبك يوم好了振 municipally humanos. لم ت��بين قدعوها ميل تون ه communicating بينバイ ايه? والله باشا فيeh ال �فينتوني دي اللي معها ال اي سي تي اتش قليل. طب من اللي خدنا معاه ال اي سي تي اتش قليل? لم قالوا يناول كنت بياخد من برة. كان ال اتنين اللي هو كان اللي هو مشكلته في Eliاتنر الجلانت. طب فيه بقى اي سي تي اتش ديبندنت. طبعا ال اي سي تي اتش ديبندنت ده اللي معاه الكورتوزون زي. ركز معي معاك معاك زاد نتيجة زاد ده بيسموه طب من اللي يعمل ده? اللي هو صح كده اللي هو عب تيوتري والاكتوب اللي هو يبقى اللي اتنين دول خد بالك ده وده ما لهم معهم قليل. لكن ده وده نقول عليهم فهمنا حاجة? طمام. شوف انا بقول الملحوظة لتحت الكوشنج سندروم بينما الكوشنج رزيز اس بسيفيك تو سكندر هايبر كورتوزيليزم اللي جاية نتيجة ايه ايه اوها تنسى اوها تنسى طب تمام وشوف برضو السكندر هايبر كورتوزيليزم يقول لك على ايه بيسموه لنا جاية نتيجة زيارة زيارة معاولة يبقى ده الاسباب افرق بينهم ازاي? معلش انا هسبق وهتلاقي عندك الجدول ده خد بالك يعني الجدول ده هو موجود عندك في الانفستيجيشن هات اخر الانفستيجيشن جاية تلاقي عندك الجدول ده. انا عايز افرق بينهم. بص اولياتي. يعني انا جالي دلوقتي عين عنده اعراض اه الكوشنج سندروم. مسلا مون فيس بافلو هم بترانكا الاوبيست الحاجاتي يعني انا كمان شوها في الكرينكالبكتشر. طب عايز افرق بين الاسباب وبعضها. بص. عشان نخلص. واحد بيقول لك والله انا عندي سيستيميك لوبس او واحد بتقول لك انا عندي سيستيميك لوبس. او او روماتود ارترايتس او اي مرض مناعي وباخد كورتزون. عندي مشكلة نفروتكسندروم بس عندي مشكلة في الكلاة دكتور مناعية وباخد ماشي على كورتزون بقى لي عشرة خمستاشر سنة. يبقى ده ايه? او ايه? بالحيستري هيعرفه. طب تعالا بقى افرق بينهم بعض fiance اللي هم البرائمرا هيبر كورتزولزم زي ما قلنا. والסكاندا هيبر كورتزولزم монخ whiskey дисesus والاكتوبك أشاند انا عايز افرق بينهم. شوف الجدول ده اهو. الجدول ده الده النورمل اللي هو اللي انا وانت البرايمر هايبر كورتزولزم اللي هو مشكلته في And Cellend والاكتوبك اللي هو الاكتوبك والكوسينج الي سيكريشن اللي هو جاي نتيجة بتوتري ادنوب. افرع بينهم من حيس ايه? ركز بقى. اول حاجة طبعا الاست اتش فيها وفيك نورمل. خلاص? في البرائمري هايبر كورتزولزم. ركز معايا. في البرائمري هايبر كورتزولزم الاست اتش ماله قليل نيجاتف فيدباك. خلاص? هيقل. معايا كده ما البرائمري اللي هو عيق مشكلته فين? في الادنة الجلان? اهو. فالكورتزول عايزيد نتيجة زيادة الكورتزول الاست اتش يحصل له ايه? نيجاتف فيدباك ويقل. طب تمام. في الاكتوبك است اتش سيكريشان. والكوشنج جديزة نسا يلا. ده دول است اتش دي بيننا. هما اللي اتنين عندهم زيارة افراز مين است اتش. ده مسلا لكن ده بيتيوتري ادنوب. الاست اتش زياد اوفل اتنين هو اللي زود افراز الكورتزول. طب تمام. يبقى ده اول الفرق بقى عشان افرق بينهم اقيس مين اميجر الاست اتش. لقينا قليل يبقى ده مشكلة ادرينال. لكن لقينا زايد يبقى ده سكندري سواء كان اكتوبك او كوشنج ديزيز. طب حلو. اتنين. اللو ديكساميسازون سابريشانتست. لو ديكساميسازون سابريشانتست. يعني ايه دكتور الكلام? يعني ايه لو ديكساميسازون سابريشانتست? طبعا الدكسا ده كورتزول. في الانسان الطبيعي اللي زي وزيك. لو انا اديتك ديكسا. هنالي استعينه. يعني انا جبت واحد اديته ديكسا. الديكسا ده بيعمل ايه? بيقوم يعمل نيجاتف فتباك يقوم يقلل يقوم يقلل الكورتزول. حتى لو كانت الجرعة صغيرة. في الانسان الطبيعي اللي زي وزيك مهما كانت جرعة الديكسا صغيرة يعني لو اديت لودوز ديكسا. جرعة صغيرة واحد ميلي جرام. الديكسا دي قادرة ان هي تقلل�亮تش وتقوم اقلله الاندوجناز كورتزول. حلو? ففي الانسان الطبيعي اللي زي وزيك. لو انا خدت درجساميسازون. الكورتزول هيقل. الكورتزول هيقل. السؤال بقى. هل في اي حلة في اكتب الكوشنج. هل هيحصل نقص في الكورتزول? لا. هيفضل الكورتزول عال. يبقى. اي كيس كان سعب كوشنج سندروم ايه? لو الديت درجساميسازون هيفضل الكورتزولمالو عال. ما يحصلوش صبرش? ان الرجل ده عنده مشكلة. طب تمام. طب لو اديت بقى ركز في جهة دي. جرعة كبيرة. طبعا الجرعة الكبيرة في الانسان النورمال زي وزيك هتعمل زي الصغير. هتقال تقوم مقليلة مين الكورتزول. تعالي مش واحدة واحدة بقى. في هو خبالك هو كانت مشكلته فين? يعني مشكلة عندي في مزودة افراز الكورتزول فبالتالي قليل. وامتالي مديد يعني هاتي وبعد كده هيحصل حاجة. هو فكرة ايه? انا بدي عشان احاول اصبر اسمين? فده يقل. هي اصلا اصلا هو مشكلته كتفين من هنا. ما لايش دعب اخلص حد في محاولة. ما لايش دعب وزورت افراز الكورتزول. امتالي مدي يا سيدة. ما هو الريدي كده كده قليل بس ديش اغلى مع نفسها. يبقى ها هيفضل برضو افراز الكورتزول عالي. شوف? يعني في لو هيفضل برضو كورتزول مالو عالي يعني مش هتأثر دي دي السهم ده معنى مش هيفضل عالي يعنى وقت انا عالي فوق يعنى وقت انا كالكورتزول عالي هيفضل زي ما هو هيفضل الكورتزول عالي زي ما هو مش هتقصر شو بقى اللي جاية دي يعنى خد بالك في الاكتوبك برضو ركز بقى هو المفروض اما بدي ديكسا تمام اما بدي ديكسا لارج دوز المفروض انا بتعمل هنا نجا تفتباك على البيتوتري جلاند لكن الاكتوبك ده ايه? مصلا 제ونج نجا تفتباك على الانج? يعني هل هتعمل نجا تفتباك على الانج كينسر او على الانج كينسر? اكيد لا اكيد لا فو نجا تفتباك في البابا فهيفضل برضو رغم عنها ايه اس وت اتش دي بندن انا عايز اقول ايه? ان دي الاكتوبك هي ث بنت ان انا عندي اينها này طلعت هي مين الاس وت اتش? يخذتبا لك الاست اتش راح يشتغل عالصور ام مزود مين الكورتزول. وانت انا بدي ديكسا بتشتغل على البيتيوتري. واخد بالك على بتاعها النورمال لكن ما بتعملش نيجا تفتباك على اللغة. ما بحصلش. فعشان كده في هيفضل برضو الكورتزول عالي. مش هتأثر. شوف اللي جاية دي. واحد عنده بيتيوتري ادينوما. اه يعني البيتيوتري جلاند دي بقى اللي فيها ادينوما ام تمزودها ام تمزودها افراز الكورتزول. العيان بتاع البيتيوتري ده لو انا ديت ديكسا مش هتقدر تأثر على التيومر. خد بالك بس. لو ديت ديكسا بجرعة صغيرة مش هتقدر ان هي تصبرس الادينوما وتقلل هي فيتقلل الكورتزول مش هيحصل. لكن لو انا جيت ام تمزد ديكسا بقى. خد بالك ام تديد ديكسا قال لك دي تقدر ان هي تصبرس البيتيوتري ولو سابريس البيتوتريت يومر يبقى هيقل لي شوية ولو هيقل الكورتزول في الدم عشان كده اشوف اهو في هيبتدي يقل لي مين الكورتزول ليه? لان انا قدرت تعمل من لارج دوز نيجا تفيدباك على البيتوتري ادينو فالايسة ايتش قال لي شوية فما امقلل كورتزول فيمنا حاجة? يبقى مش هتقدر تعمل مش هتقدر تعمل تعمل على البيتوتري ادينو مش هحصل لحالفك لكن لارج دوز خد بالك او هاي دوز هتقدر ناتق اثر وتعمل ايه? ها? صبرش البيتوتري ادينو ما فتقلل الاسة ايتش فالكورتزول يقل. حلو الكلام. الكلام ده مهم جدا على اعلى مستوى. طب اللي بعدها خد بالك بالك بالكلام كورتيكوتروفين ريليزيونج هورمون اهو سي ار اتش. استيميوليشن. يعني انا هدى العين ايه هدى انا للعين سي ار اتش وهتديلو او اديلو ديزمو بريسن استيميوليشن تيست. خبالكة صلوا بنا عنابي كده. السر اتش اسر اتش المفروضة ما ما ديه يحصل ايه في الاسة اتش يزيد يعني هف الانسان الطبيعي زي وزيك. لو انا بديتك سي ار اتش المفروض لاسة اتش يزيد فالكورتزول افراز وزيد. ده المفروض. طب واحد اقول لديكتور ايه علاقة او ايه ده? شبه مين كلمة ده? ها? يعني ما اقول لك ديزمو بريسن 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 بتصير في نفسك ما شاوح حصل اقول لها دكتور? ديزمو بريسن قال لها. طب ما شابه حاجة اخذناه قبل كده اسمها فازو بريسن. اقول لك شاطر. ايه فازو بريسن ده? اللي هو فاكر لما احنا شرحنا كنا قلنا بيشتغل على ريسبتور فاكر حتة دي اهي فاكر دي اما قلنا انت داريت الكرمون اللي هو كان بيشتغل على ايه ها افتكر بيشتغل على اللي موجودة في كان يعمل يزاود كان يشتغل على اللي موجودة في اللي قم يعمل كان بيشتغل على اللي موجودة في صح او لا فقال لك ادي للعيان صح? يقوم Duismobrissen يعمل ايه? يشتغل على في اخرج الموجودة في يقوم يزود يقوم يزود في افراز الكورتيزول. يعني لو انا وانت لو خدنا Sia H او خدنا dizmobrissen هيزوده افرازaca F-A-T-H فبالتالي يزيد افراز الكورتيزول. ده في الفرقسنان الطبيعة الزوزعل. شوف اللي جاية دي. فى البرايمرى هايبر كورتيزوليزم ده كان ايه كان هنا كان تيومر هنا اوتسونومس مزودة افراز الكورتيزول. امتنات سي ار اتش. خد بالك بالكلام. امتلا بدي سي ار اتش. او مدي ديزمو بريس. تمام? هل هيعلى? قالك لا. لان هل ده هيعلى? لأ. طب لأ ليه يا دكتور مش هيعلى ليه? اصل ده مزودة افراز الكورتزون وعمل نيجا تفت باك على الاعلى مستوى. يعني النيجا تفت باك اللي جاي من تحت ده هيبقى اكتر من قدرة ان الان انا نجد من برا او الان زودة افراز فيفضل سابق. نفس الكلام نفس الكلام برضو في الاكتوبك دي اصلا قلنا مطلعة مزودة افراز مين? الكورتزول. اهو مزودة افراز الكورتزول. اما عامل نيجا تفت باك ما قلد ده. اصلا. فانا مدي من برا ولا حاجة. يعني ايه يعني? اما مدي من برا والكورتزول برضو مش هيتأثره خالص. لكن مين برضو اللي هيحصل فيها زيادة يعني واحد عنده بديوتر ادنوم يا ولاد. المشكلة عنده هنا. مزودة افراز الاست اتش. اخد بالك. هاوم انا مدي سي ار اتش او يقوم الاست اتش زي داكتر يقوم الكورتزول زي داكتر. حلو الكلام. يبقى كل التستات تركز معاه في الكلام انا بقوله ده. سواء كان سابريشان تست او استيمولاتري تست. كلهم بيغيروا فين? في الكوشنج ديزيز. احفظ صمع. يبقى كل التستات سواء كان سابريشان او استيمولاتري. كلهم بيغيروا فين? في الكورتزول والاست اتش في حالات مين الكوشنج ديزيز. لكن مالهمش علاقة تماما بالبرايمرا هايبر كورتزوليزم اللي هو مشكلته في الادرنال او في مالهاش علاقة برضو بالاكتوبك است اتش سيكليشن. ما ننساش الكلام. طب بص اللي جادي انا مزودها. عايز اح تزودها في جنب كده او تزودها تحت الجدول. الهايبر بيجمنتيشن. مين اللي معاه? هايبر بيجمنتيشن. واحد عن طريق الفاسكوال كونيكشن من الهايبوثالماس والانتروب بيتويتريجلاند يحفز البيزوفيل ان هي اتطلع مين الاسي تاتش? السؤال الاسي تاتش بيطلع على طول كده لا? ده هو بيطلع الاول اسحاجة اسمها بروبيو ميلانو كورتين. اسمه ايه? بيقوم بسيد اختصار بروبيو. تمام? ميلانو كورتين. البروبيو ميلانو كورتين ده المفروض ان هو بتقسم لتلات حاجات. اي سي تاتش اما اس ااتش اندورفن. ركز. اي سي تاتش اما اس اتش الام اس جالة وايه? ميلانو سايت ستملاتين جورمون والاندورفن. طب تمام? فلنا انا عايز اقوله ايه? انما دا يزيد دا يزيد دا يزيد دا يزيد. خب بالك بقى الفكرة في ده. الام اس اتش لو زاد يقوم يعمل ايه? اسكيم بيجمنتيشن. يقوم يعمل اسكيم بيجمنتيشن. تركز في اللي جاية دي. بس بشارت البيوميسي ده بطلع من ايه? من الانتروبيوتوتري جلانت فهفهمك بقى واحدة واحدة دلوقتي. البرائمري هايبر كورتزوليزم ركز البرائمري هايبر كورتزوليزم ده. ماشي? اللي هو مشكلته فين البرائمري هايبر كورتزوليزم يا ولادي? مشكلته فيه الادنال جلانت. قلنا ايه? الكورتزول يزيد? فده يقل. خيبقى فيه هايبر بيجمنتيشن عائلة اكيد لا. ال내 ده ما زاد عمل نجاة الفتباك طب حله. شوف بقى اللي جاية دي. الع tulee ههو بتيوتري ا电وما بتيوتري ايه ادنوما شوف البيتتوري ادنوما هتطلع ده بزيادة لي هو بروبيومي لاي كورتين بزيادة. فالبروبيومي لاي كورتين همازيد زاد DS تيتش صح? اده واحد. زاد الMSCh زاد الاندورف برضه. يبقى الS تيتش زاد ام زود الكورتزول. الMS تيتش هكذا لو زاد هيعملك ايه؟ هايبر هايبر بيجبنتيشن. هايبر بيجبنتيشن اهو. يبقى هايبر بيجبنتيشن مستف مع مين? مع القوشنجي ديزيز. مش موجودة مع البرايمرا هايبر كورتزوليزم. اللي هو مشكلته في الادنال جات. واحد دوله يا دكتور يا دكتور يا دكتور اقول له لا سواني. ما هو لقوا ايه بقاه? ان مثلا الاوت سيكارسنوما دي. اما بتيجي تطلع. هل بتطلع بروبيوم لانو كورتين? اللي بتقسم لست اتش وم اس اتش واندروفين. قال لك لا. ده ما هايبر ايه بيجبنتيشن. فيمنا حاجة? وصلت. يبقى الجدول ده سؤال مهم على اعلى 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 مستوى. اعلى مستوى. مهم جدا. وفي الامتحان اللي هنمتحنوا ان شاء الله بتاعي اللي هيبقى فيه ادرينال جلاند. افتكر اول سؤال هاجبهولك المقارنة دي. اول سؤال هاجبهولك المقارنة دي. ان شاء الله. فيمنا حاجة ده يا كترة? يبقى ميجي يقولك يبقى ده ايه ديزيز. هميجي يقولك يعني ساعة يجي لك في الكستة يقولك ايه? اللي هي علامات. علامات سندروم. ويقولك ايه? ما ده نقال بقنا لازم اقوله ان ده سكندري كوشنج سندروم ديوتو بتيوتري ادينوما. اوها تنسى. اوها تنسى. طب تمام. يبقى احنا كده اخدنا الاسباب معنش طولنا فيها شوية بس يعتبر خلصنا جزء محترم. يبقى احنا خدنا الاسباب اهو. تمام? وعرفنا ازاي كمان جزء كمان في الانفستيجيشن فالبقى ان شاء الله مش هنطول فيها. منيجي نخش بقى عالك. اول حاجة سواء كان بتيوتري تيومر او مسلا لان كانسر. اتنين لو انت عرفت الفيسيولوجي هتلاقي الموضوع سهل جدا. اول حاجة الكربوهيدريت قلنا بيععمل ايه? عالكربوهيدريت بيعمل هايبرجليسيميا صح? ممكن تؤدي الى ايه? ديابيتس. نوع الديابيتس سكندري ديابيتس. ايه Petersاكندري ديابيتس. ليه سبب? ليه سبب. بقى سكندري ديابيتس. اتنين عالبروتين. شوف بقى هوليه كاتابوليك افكت عالبروتين. شوف انا رسم رسمة لو لو ترسمها كده معاي. رسمة سهلة قوي يعني. ايه الرسمة دي? عشان انا عارف انا هعمل كاتابوليس مع البروتين بتاع ايه? من يعني من برة لجوة كده. هتكلم على السكند بعد كده السكند تحته طبقه من كلاجين. يبقى انا عندي اسكن في الاول هو تحت طبقة من الكلاجين تحت الكابيلرز الصغيرة دي. بعد كده تحت المسلز بعد كده تحت البول. لو ارسل بس في جنب اي رسمة كده زي ما انا عامل كده. عشان ما تنساش بس. يبقى الكابوليك افكتة على البروتين على الاسكن. على الكلاجين طبقة كولاجين فيبر تحت الجلد. اتنين الكابيلرز رقم تلاتة العضلات او اربعة العضلات بعد كده البول. طب تعالي مش واحدة اول حاجة بالنسبة للسكن يقوم يعمل ايه يقوم يعمل ايه يقوم يعمل ثين سكن مع دي ليت ما هو كاتابوليك. فهم يقصر البولتين بتاع الجلد تلاقي ايه? ازا ما قلت لك ثين سكن ويعمل دي ليت وايه. فانسكن فقط. انت بص اميه ان امسك الجلد بتاعي اهو. انا هجيب لك حالة كوشين. هنصورها ان شاء الله واجبها لك في في الابتاع ده اجبها لك في السنتر ان شاء الله نشوفها. نشوف انا الجلد اللي بمسكو ده او اوو مثسسكن ده نورمالسكن compression العادي. شوف نحن احنا في الاكروميجة للتوكسكن لو تفتكر. والمكسديما قلت لك تفرق ازاي التوكسكن بتاع الاكروميجة مع المكسديما ان الاكروميجة اللي كان ايه ؟ كان جريزي سكن صاح نتيجة الهايبيرطفر بتاع الالسويتي عشان الهايبيرطفر على السويتي يلانن دهان ما كدراولي بسحبه بتاع السیع لها دلاخل% ان الاسبress جلان نلتقم و telling. هنا في الكوشنج تيجي تمسك تلاقي خب بالك. رفاية. عارف رفاية زي ما قلت لك اما تيجي تمسكها كده. شفت انت ورق الزبدة بتلاقي الجلد رفاع جد. جدا. يعني هو خبالك يقولك زي زي ورق الاسم ورق زبدة كده. بتلاقي رفاية اوي. همسكه لك وتشوفها. تلاقي ضوبك ما انتشش. اصلا مش عايف تمسكه من كنتمه رفاية. بسبب الكاتابوليك افكتا عالسكين بروتين بتلاقي اللي سكين ايه? يبقى احنا قولنا امال مين خدناه قبل كده بيعمل صح? مية في المية صح? يبقى اللي كان بعمل يبقى او شكل عام اي حاجة بتعمل اي حاجة بتعمل اتنين من الكورتزون. يبقى ده رقم واحد. خدنا حاجة تعمل قبل كده طبعا دايبيتس ملاش حلق دايبيتس كان حاجة احد اعمل ازمة بتعمل دايبيت كفور اصلا. يبقى هنا بيبقى فين مع دريد ونده هينج زي دايبيتس ايه? اتنين. شايفين طبقة الكولاجين دي? بص انت بتجيب بص عالجلد. المفروض انك ببتشوفش طبقة الكاملرز اللي تحت الجلد. خد بالك من الكلام. يوم هنا يعمل ايه الكورتزون? يبتدي يعمل ديستراكشن لكلاجين فايبر. ديستراكشن لكلاجين فايبر. ومن شوية قلت لك ايه? بيزود الاي بي او. وما يزود الاي بي او يقوم يعمل سكندري بولي سايسيميا. فيقوم يعمل ايه بقى? خد بالك. هو تلاقي الاسكن قلنا ثين اسكن. تمام? ويقوم يعمل ديستراكشن للطبقة دي. طب انا عندي الكاملرز اللي تحت هرسم واحد بس كفاية. عشان زيادة الاي بي او. اهو شو بقى عامل ازاي? زياد الايليثروبيوتي. ام عامل سكندري بولي سايسيميا. بقيت ديستراكشن للكلاجين فايبر. والثن والجلد فيبتدي يبان الستريتش مارك دي بيسموها سترايا. صح كدو او لا? بس عشان تكابلاريس حمرة اوي ببان من تحت كده. محمر ايه او زيادة عن النزوم بيسموها ايه بقى سترايا روبرا اهو. شوف ركز كده. اهي. ده المنظر بتاعها. ده المنظر ده اللي هو بيسموه سترايا روبرا. دي بقى قلت سببه ايه? الجلد بقى ثن. ومكرمش زي ما انت شايف كده. ثن سكن. وحصل ديستراكشن لطبة الكولاجين فايبر والكابلاريس اللي تحت الجلد حمرة او ملينا دم. فدتك الاسترايا دي. استرايا روبرا. صلوا بينا عن نادي. الاسترايا اللي هي بيقولها عليها على حسب اللون بتاعها. اكتب في جنب الحتة دي. الاسترايا عشان قوليك لان ده برضو في العامر يبعلي كده ان شاء الله. الاسترايا خبالي استرايا روبرا ريد. حمرة. وده بتحصل في حالات مين? الكوشنج سندروك. كوشنج سندروك. طب استرايا قلبة ابيض. تمام? بيضة. واخباء دي بتحصل بقى في حالات مين? الاوبيزيتي. مسلا. تمام? او في بدايات البريجنانسي. النجرة ده في البريجنانسي. ليه بقى? خبالك البريجنانسي بيبقى قلبة. نتيجة الاستريتش بقى في الفتن تريمستر. فبتدي الكولاجين يحصله. تمام? ويهيل بفايبروزوس فتلاقي استرايا بقى ايه? اداتك استرايا قلب. لكن تقلب نجرى ليه بقى? هرمونة بتاع البريجنانسي. كلوازمة. تمام? يبقى هنا بقى ايه? خبالك في الاول شوف تبقى عاملة كده. المنظر انت شايفه ده استرايا روبرا. اه. بس شوف بقى اللي جايه دي. هي بتبقى في الاول استرايا روبرا زي ما شوف طول ما العيان عنده ازا تفراص كورتزول او بياخد كورتزول لسه من برا. هتبقى الاسترايا بتاعته روبرا ؟ زي مان شايف. العيان ده تعالج يعني مثلا كان عنده ادنا تيومر قوم تانا شايلة. او أمتانا شايلة. المهم يعني افرزات الكورتزول رجع تاني نورمل. لو افراز الكورتزول رجع تاني نورمل او العن كان بياخد كورتزول من برا ووقف يااخد الكورتزول يبطت يحصل وتقلب الاسترايا قلب ربرة الاسترايا ايه زي ما انت شايف شايف هنا الخطوط البدا دي ده بيسموها استرايا ايه قلبة. يوم الدكتور في الشافوي اخر السنة يبص في عينك ولكت على عين. فتروح معاك. يقولك ازاي بالاسترايا? تركز. ازاي بالاسترايا? تعرف العين ده عنده هايبر كورتزوليميا دلوقتي? ولا كان عنده هايبر كورتزوليميا وخف. تاني? تاني ازاي بالاسترايا? تعرف العين ده عنده هايبر كورتزوليميا دلوقتي? ولا كان عنده خف? ان العين ده طول ما هو عنده هايبر كورتزوليميا دلوقتي الاسترايا اللي عنده استرايا ايه ربرة. لكن اول ما يخفها او اول ما يبطل كورتزوم من برا هياخد او الكولاجين هيهيلب فايبروزيس وتقلب الاسترايا ربرة الاسترايا قلبة. ايه وعتنسى. سؤال شافوا على اعلى اعلى مستوى. لو جاوبته ما لكش حال. حلو الكلام? يبقى ده الاستراي. يبقى انا قلت تاني مع سكندري بوليو سايسيميا عملت لك استرايا اسمها استرايا روبرا. اما يحصل تقلب القلب. اما من العاني تعالى. طب تمام? العضلات. المصل. يحصل مايوبة في كاتابوليك على العضلات. بلتاليك بيحول او بيكسر بيعمل بروتيولايسيس. بيكسر البروتين بتاعي العضلات. ويطلع منه امين واسد ياخدها او يوديها اللي محفزه انه يعمل عشان كان بيعمل ايبر الجلاسيميا قلنا وسكندري دابيتس. فهو بيعمل ايه? مايوبة. خفزتك انا قبل كده. ايه مايوبة? ها? ارجع تاني قولي كده. المايوبة في بيجي بروكزمل اكتر منه ديستل. فتلاقي العين عنده مشكلة ان هو يجيب حاجة من فوق الدلاب عنده مشكلة ان هو يصرح شعره لكن ما عندهش مشكلة ان يعصي اللمونة. فالمايوبة في بروكزمل اكتر منه ديستل. ما تنساش الكلام. تمام? خدنا قبل كده بقى امبراد في بتعمل مايوبة في. يعني خدنا دايبيتس على فكرة كان بيعمل حاجة اسمها دايبيتك اما يوترو فيه. بروكزمل مايوبة في. فاكر انت نتيجة الافكشة بتاع الامبوسيكرا بليكسس. اده واحد اتنين. بقى خدنا دايبيتس اتنين. ها ايه كمان اكروميجالي شاطر اكروميجالي برضو. اه عشان خطر الهايبر كاليميا. رقم تلاتة خدنا كمان شاطر الهايبر ثيروديزم شاطر والهايبو ثيروديزم. هيبر وهيبو ثيروديزم كمان كانوا بيعملوا مايوبة في. وهنا كمان عشان العضمة بقى بيعمل ايه في العضمة? لازم الاول اقول لك بتاع البون. خد بالك هو البون ده مكتوب بعد كده عشان نخلص. هو موجود هنا اهو. تمام? وهتلاقيه موجود بعد كده تقريبك. صلي بينا عنه هنشوفه بقى. ايه اللي بيحصل في الاستراكشر او او عشان تفهم افهم القصة ايه. عايزان نفهم البون اصلا تركيبه عبارة عن ايه? يعني لو دي عضمة كده اولاد. تركيب العضمة عبارة عن ايه? عبارة عن كلاجين فيبر. اده واحد. اتنين. عبارة عن بروتين. تلاتة. عبارة عن مينرالز. يبقى العضمة عبارة عن كلاجين. عبارة عن بروتين. عبارة عن مينرالز. المنرالزيليا كالسيوم فوسفيت كريستالز طب حلا ايه تأثير الكورتزون على العظم بركز بقى خبالك لازت تفهم برضو الحتة دي انا عندي فيه امراض بتأثر على العظم يعني فيه مرض بيأثر على الكولاجين فايبر خدوا بالكم فيه مرض هو مرض ده هريداتري بيأثر على الكولاجين فايبر كولاجين فايبر دي ده واضدربت بمرض هريداتري بيسموه خبالك من كلام يعني ده مرض بيضرب بالكلاجين فايبر بتاعة العظم ده مرض هريداتري لو ضربت البروتين ده اتيو مليشيا خبالك لو ضربت البروتين بتاع العظم اتيو بروزس لو ضربت الكالسيوم فوسفيت بتاع العظم ده اتيو مليشيا اه يعني انت حسك قول ايه يا دكتور صلى على النابل سيبك خلاص بقى من الكولاجين فيبر الكورتيزون ليه كاتبوليك افكتا عالبروتين ولا اه? اه فبيضرب البروتين بتاع العطب يقوم يعمل اوستيو بروزيس. اده واحد. اتنين. فاكرة ما قلت لك من شوية ان الكورتيزون ها ها لانتي فيتامين دي اكشن. قلنا يعني ايه انتي فيتامين دي اكشن يعني بيبلوك الفيتامين دي ريسبتور اللي موجودة في الانتستي. بلوك الفيتامين دي ريسبتور اللي موجودة في الان الكلسام فيأثر على المينراليزيشة بتاع العرم يعني بيعمل كمان استيو ماليشيا. اه. سؤال شافوي على اعلى مستوى برته. يبقى هنا بيحصل ايه? يبقى عالبونز بيعمل استيو بروزيس بيعمل استيو بروزيس كمان بيعمل استيو ماليشيا. بيعمل استيو بروزيس مع استيو ماليشيا. بيأثر على البروتين بتاع العطب كاتبوليك افكت على البروتين وبيأثر كمان على المينراليزيشة بتاع العرم. يبقى بيعمل استيو بروزيس واستيو ماليشي. ما تنساش دي. مهمة جدا جدا جدا. فبتلاقي عنده بوم بين بقى وباثولوشكا الفراكتشر. يعني عنا نتفعنا بوم بين واجع في العضم. وكيفوس ده يعني يعني يتحانى شوية كده لقدام. وباثولوشكا الفراكتشر دي انه هو ايه? الفراكتشر للعضم مع مينورترون. خفطة ما تكسرش تكسر رعف. حلو الكلام. يبقى تاني. مع دليد دوند هيلين. دستراكشا للكلاجن مع سكندر بولوس يسيمة يعمل لك اسطرايا روبرة مع العلاج تقلب الإسترايا قلبة. المصل قلنا بنيوباثي. البون يعمل اسطيو بروزس مع اسطيو ماليشي. اثر على البروتين والمنرالياتية بتاع العضمية. اسطيو بروز واستيو ماليشي. طب حلو قوي الكلاب. هنزود عليه هايبر بيجمنتيشن زى ما قلتي من شوية من اللي بيبقى معاه هايبر بيجمنتيشن هه? الكوشنج انهي. اللي بيعمق معاه هايبر بيجمنتيشن اللي هو وفي حتة يعني حتة الاندورفنز دي يا دكتور. بتأثر على البيين. بيشتعلها وتقلل الوجع. طب بص بقى سبحانك يا رب سبحانه الرقل. الله يعني شوف سبحانك يا رب. واحدة من الحاجات اللي بتزود افراز زي ما قلنا. تمام? البيين عند الاسترس. شايف دي ولا? البين والاسترس. يعني ما على الوجع الزيادة عن الازوم البين بيزيد مين? خد بالك. اما بيزيد زي ما قلنا بيطلع اللي بيتحول الاندورفنز اللي بيقادل تتقلل وجع شوية. خليك تستحمله شوية. تمام? يبقى احنا كده خلصنا البروتين. طب تعالها بعد كده. اه شوف الهايبر بجمنتيشن تقى موجودة فين. يعني بص هتلاقي عندك ايه? مكتوب في الحتة دي. طبعا بتاع الخباق بحتة دي. يعني دي ببان قوي يعني ايه? الهايبر بجمنتيشن في الارياز اللي ما بتستجيب اللي ما بتعرضش اصلا للشمس. زي البالم والقورة الكافتي. يعني بص انت هنا دي. اهي. خلاص? دي واحدة عندها عشان زيادة. فعندها البالمر كريز بدأ يحصل فيها تمام? والروند الموت. اللي هي المناطق اللي تعرض للشمس فقى اقل شوية. تمام كده? يبقى احنا كده خدنا كربوهايدريت وخدنا بروتين. نخش على الفات. احنا اتفقنا بيعمل ايه بقى? بالنسبة بقى ولاد للتأسير على الفات. زي ما اتفقنا لك قلتلك ان الكورتزون بيعمل ايه? قلتلك نوع بيموبولايز. خد بالك من الكلام. موبولايز الفات. ها. البريفرال. تو ايه? تو السنتر. بيركز الفات في النص. طب تمام. بيركزه في الوش يقوم يعمل ايه? يقوم يعمل لك خلاص? وعشان فيه اندروجينك افكت خد بالك يقوم يعمل اكني. يعني الاكني ده مش عشان خاطر الفات. الاكني ده عشان خاطر زيادة من ايه? زيادة الاندرجن. فبيزيد بقى السيبن برودركشن وبنخش في قصة حب الشباب. اتنين بيركز الفات يعني شوف هنا ده منظر اسمه المونفيس. اتنين. بيركز الفات في الانتراسكابلر اريا يقوم يعمل لك حاجة اسمها لايه? البفالو هم. زي ما انت شايف. كمان بيعمل ترانكا والثن لم. فيقول لك ايه? سامبوكساشبد اوبيزيتي. طب انا عايز واحدة واحدة بس. واحدة واحدة كده ونفهم شوية الكلام وشوية اسقلية شافوي على الاعلى مستوى. واحد الفيس بيعمل ايه? مونفيس. يوم الدكتور في الشافوي يسألك سؤال حلوة اوي. يقول لك ويهي يعني يا ابني? ما ده المونفيس اوه? شوف قبلك اه. انا عايزك بس تركز اوه في الوش. هتلاحظ هنا في ايه بقى? في البنت دي. اولا في مونفيس زي الدايرة. ماشي? ايه يا دكتور تاني غير الدايرة? فيه لو انت شايف كده. في هيرشوتزم صح او لا اهو? في هيرشوتزم. وفيه اكني. طبعا الاكني ده بسبب زي ما قلنا اوف كورتيزون والهيرشوتزم اللي عندها زيادة الشعر اللي في الوش ده. ده سببه ايه? سببه اه زيادة الشعر دي سببه الاندرجينيك اوف كورتيزون. يبقى عندها هنا هيرشوتزم زي ما انت شايف. وعندها اه اكني. تمام? وعندها مونفيس. يوم دكتور يقولك ايه? طب ايه اللي عرفك يا ابني ان ده مونفيس بتاع الكورتيزون? شوف بقى السوية. يقولك طب عادي يعني انا بيجي لي واحد اه في ناس اوبيز قوي مربد اوبيز بيبقى وشوه مونفيس. صح ولا ايه? يعني في ناس اوبيز قوي بيبقى مون عادي. بس ايه الفرق? ايه الفرق? من بتاع الكورتيزون والمونفيس بتاع الاعادي. بص انت عندك الصورة دي قدامك اه انا امتبرها لك على قد مقدر. هبقى انا عندك كويس ان شاء الله وبص الوشي هنعمل. ها. الحمد لله انا مش مونفيس يعني. هشو حدش قوي لو طب اه انا نليت شوية انا عارف بس مش مونفيس. بس المهم يعني. انت لو بصيت في اه في وشي كده خدت بالك ووش بوش كده. المفروض هتشوف دي يعني يقولك اي واحد تخين كده وقفه بص وش بوش. اي واحد تخين بص وش بوش. المفروض وشك في وشه تمام? هتشوف مين? الكورتيزون بعمل ايه? بينفخ بعمل بلوتد او بلوتنج للخدود. واحد بالك. فبالتالي انت لو بصيت للبنت دي وش بوش. فين الودان? انا انا مش شايفة اصلا يعني. او خبالك مفيش الكورتيزون فيش حت دي. دي من قطر ما دي بتتنفخ بيركز فيها الفات وتبقى قد كده. ما بتشوفش ايه? ما بتشوفش ايه اللي بيقوله. يبقى لو دكتور سألك فش شافه تعرف ازاي نده مونفيس بتاع كورتيزون ولا مونفيس بتاع اوبيستي وقول لها دكتور بوقف البنى ادم ده وبص بوش بوش. لقيت بتاعته يبقى ده اوبيسة عادية. ما شفتهاش يبقى ده مونفيس بتاع كوش. خلاص لان هو بيعمل للخدود. بينفخ قوي. حلو الكلام? يبقى ده رقم واحد يبقى الفيس مونفيس مع اكني هرشوتزم بسبب زي ما احنا قلنا الاندرجين الكافيكتو في كورتيزون. يعمل زي ما قلنا اللي هو بيركز الفات في الانتراسكابلر اريل. فده بيسموها البفولوهمب. تلاتة او سنترل اوبيستي شوف اهي. اا زي ما علش اناس. اه الصورة دي شايف دي اهي. ترا بيعمل ايه? بيعمل ايه? بيعمل ترنكل اوبيستي في الحتة دي. يركز اوي التخن كله في المنطقة بتاعت البطط ايه. ترنكل اوبيستي مع سنترل اوبيستي مع في اللمب. ودي برضو كاركترستك اولات فيقول لك زي السببوكسة او ساعات يقول لك عليز بيضرمان. طب ان هو اهيه من هنا تخين و اللمب بتاعته طب ده ده بيحصل لأولا هو اترنكا اتنين ان هو بيعمل بسبب الكاتابوليك اصلا على العضلات فالعضلات بتصغر في الحجم وكمان زي ما قلنا ان هو بيستمولة للفات اللي في المنطقة دي فانا عايز اقول لك على حاجة وانا هجيب لك الحالة دي في الامتحان برضو يقول لك ايه اللي خليك تقولين ده كوشنج ما ممكن يبقى اوبيستا عادية الواحد فينما بيجي يدخل اولاد كله بحاجة بتقموه تنسق يعني ايه ايده تخنت رجله تخنت بطنه تخنت فتحس ان انت في ايه? في تناسق كده. واخد بالك. لكن عنك كورتيزون ده زي ما قلت لك بتلاقي التركيز الابيستي كلها هنا. وتلاقي اللمب بتاعته ثل المب. يبقى ثل المب والسنتر الابيستي. اوعا تنزل حتة دي. يعني انت لو الدرعة بتاعه تقطع مش هتقول ده الدرعة ده بتاع الراجل ده. واخد بالك بتلاقي بلاك ثل المب على اعلى مستلال حتة دي عاملة كده فافات وتلاقي الحتة دي ورفعت مرة واحدة ورها لك على الحالات ان شاء الله فتلاقي عندك فين لمب مع تمام خبالك الكرش ده او الترانكة الاوبستي او ده استرس يعني شوف انا عايز اقولك على حاجة يعني فيه حاجة احنا بنسمع احنا ايه اه كورتزون اوبزيتي ان الناس اللي معرضة الاسترس على طول زي ما انت شفت في الصورة دي كده اه شوف الاسترس بيعمل ايه خبالك كتر الاسترس يا ولاد يزود فيزود فيزود الكورتزون طب الكورتزون الميزين يقوم يعمل فتلاقي دايما الناس اللي عندها استرس بتتعرض لسترس كتير قوي طبعا انا كده الاسترس مش معاه تزبيط اكل الكورتزون عالي يعمل لها الكورتزون طبعا العكس يعني انت لو لو انا باقل قليل بس متعرض لسترس هتلاقي دايما حتى فيه كلمة مشهورة اوية معظمنا بنقول هنقول ايه ده لما جيت عملت باية يا دكتور خسيت كويس قوي كل يعني معظمي خسيت بفضل لها بس الا بطن عندي على طول كرش الكرش ده بيبقى لي علاقة برضو شاعات بالسترس والاسترس بيعمل في الهايبوثالامك في تويتري قد من الاكزاس فبالتالي الكورتزون دايما ببقى عالي يعمل لك السنتر الاوبست فتلاقي بقى الناس اللي مزاج هرايق تاكل وتليل لك يعني واحد مزاجه حلو يعني مش مش تلاقي بياكل ما بتخنش بسرعة زين ليه عشان الكورتزون عنده قليل ما طول ما بزاك احسن لكن كل ما عندك كل ما عندك كورتزون عندك عالي كل ما كرشك بجبر يعني انت عملت تزاكر بطنة ها بتزاكر بطنة اكيد 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 على اخر السنة هتلاقي كرشك هناك واخي بالك اه والله هتلاقي في الحيط الهدك دي هتستدعلي المذكرة ليه ما انت هو ما انت عمل تاكل وتزاكر وسترس بقى وصلت السترس عالي عندك خدت بالك فتحاولت دايما عنده ودار تقليل لكن انت لو شغال عمر دياب ولا حاجة هتلاقي نفسك حواليك بنات حلوة وبعندك شباط مطبيعي يعني عمر دياب عنده الكورتزون عالي يبقى احنا عندنا اجزة واحنا عادين هنا واخد بالك فبهمك الفرق ففي حاجة اسمها خد بالك كورتزون دايما تلاقي الناس ايه ماشية تلاقي واحد ماشي قدامك وفاع جدا وتلاقي بطنة عاملة كده دايما زادت الكورتزون بسبب الاسترس فهو هنا عالفات بيبوبرايز الفات فروب دا بريفرال تمام? عالفاس بيعمل منفيس تمام؟ بيعمل بيعمل زي ما نقولت لك بيعمل سنترل او ترانكا الابستي مع تلمب ندخل بعد كده عالووتر والالكتورليت انا زي ما قلت لك انه هي واحد اتفانى الالدسترون بيعمل ايه? بيزود الصوديم ويزود المية ويقلل البوتاسيوم عند الهايدرجين. فبيعمل ايه? صوديم ريتنشن. فده بيعمل ساكاندري هايبرتنشن خبالك من قبل كده بقى البوتاسيوم اما بيحصل هيبوكالميا بيحصل ايه? انها في الدايبيتس انسيبتس. انها بيحصل اريزميا ممكن يحصل بيحصل بيحصل لو تفتكر. البي اتش الكالوزيز تيتاني. تيتاني دي نفس كميع. هيقولنا بزبط. بالتيتاني زاوي ايه? نقص نقص الايونايز كالسيوم. نعليش. نقص الايونايز كالسيوم. احنا انتفاعنا ان الاسيدوزيز بيحاول ان. فبيزود الايونايز او. الاكتفورموف كالسيوم بينما الالكالوز العكس بتقلل بتقلل اللي هو الاكتفورموف كالسيوم فالعام بحصل له تيتني. نفس السؤال اللي انا سألته في الكنز هسأله في الكوشن عشان اشخص الهايبر تنشان وزهايبو كاليميا او الهايبر تنشان اللي معام متابوليك الكالوز. استلعان الضغط. تمام? استلعان الضغط. لقيت ضغطه عالي. ها? ضغطه عالي. وبعد كده حصل اسبازم في الهند بالمنظر انت شايفوا ده? ده معناها تيتاني على طول. تيتاني على طول. نفس الكلام انا قلته في الكنز. حلو الكلام. يبقى ووتر ويكتورولايت. سوديام لتنشن سكندرا هيبرتنشن. بوتاسيام لوس هيبوك كاليميا مع بوليوريا. والكالوس تؤدي الى تيتاني اكتب هنا زي الكنز بالزبط. طب تمام. بعد كده الاستومك. الاستومك قلنا بيزود اله سي ال. فبعمل بتاعات. قلنا اسطي بروزيز افكت على البروتين. اسطيوماليشيا فمتقلل الكالسيومبشن. مع بxe برضو. الهيد بتاعت الفيمر دي ممكن لو قافلت الفيز اللي بيصاب لو certaee الذي هو الهيد او عدمة او هنا طبعا. منهوج دعوة خالص بالبلات او ما اللي هي حصل فيها ايه? حصل بسبب الكتابوليك افكت والاستيبروز والاستيو ماليشيا. طب البلند بيعمل سكندري بوليثايسيميا. فتلاقي الفيس بلوثوريك. يعني بص الجماعة اللي انا وردتك وشون من شوية دول? اهو. شوف شوف شوف. الوش تحس بحمر ري شوية. بلوثوريك فيس. عشان بيعمل بتعمل بوليثايسيميا. دايما في حاجة حكاية طريفة قوي للجماعة اللي بتتعالج بكورتزون. تلاقي واحد يعني عنده مرض مسلا اه عنده مسلا كانسر. بندلو كورتزون. او مرض مناعي بندلو كورتزون من برة. واخبالك عشان خطر بس نزبطه شوية. فتلاقي العين من دول ياخد كورتزون تلاقي وشه حمر. دايما مرتبط عندنا انما بنلاقي واحد وشه حمر. ان ده صح يعني. واخبالك. اه هو بيعمل بلوثوريك فيس. فتلاقي العين ده اه اول ما ياخد الكورتزون وشه حمر فالناس تقول له الله ما صلى على النبي. ده انت بقيت زي الفل لهو. تلاقيه دايما اول ما يقول له الكلمة دي يحسدوه تلاقيه من ده عليه الساعة صلات الفجر ان هو مات. فهو الكورتزون الله بريتلك حاجة حمادة. مبارك ايه. بتاقي تاخد صورة معايا كده قدام الشباب. كم جدد. وص اجماعة عم حمادة ربنا يديه الصحة. يعني الولاء نزل ليه ايوها كده. الولاء عم حمادة مكناش شرح بطن السنة دي. والله بيتكلم معكم جد. ربنا يكرمه يا رب والقهوة بتنسانيش باعث الشي بعدها على طوال. برضى عليك حاجة حبابة. زي ما قلت لك بياخد يعني راجل عنده امراض الدنيا انهم احنا بدينه كورتزون تلاقيه وشه ويحمر شوية بيبقى بلوثوريك شوية كده. واخبالك. يحسدوه يوم ميت على طوال. ما فيش فالفصال في ناس يعناها جامدة يعني. تمام كده. فهو بيعمل عن طريقه بيزود الايب و او. وبيعمل بلوثوريك فيس. لانه زي ما ان هو ليه انتي اميون اكشن وانتي انفرماترو اكشن. تمام? كمان بقى بيعمل يعني بلوك الكورتزون زي ما قلنا بيقصر عن يولو وبيعمل ديبريشن. والديبريشن بيزود الكورتزون. شوف بقى شوف الفكرة يعني لو واحد اصلا ديبريزد من الاول الكورتزون بيزيد. تمام? وذات الكورتزون تعمل ديبريشن وتخليك يعني تميل للانتحار. فلو انت برضو بتذكر بطنة والكورتزون عندك عالي ممكن تتفكر تقول لي وانا يعني لو انتحارت يحصل حاجة? اه يحصل حاجة. حافظ على نفسك يا بدي موضوع اهم حاجة النفسية بتاعتك يعني. مع تمام? وتلاقي برضو والله الحتة دي. تلاقي دايما في الناس اللي بتاخد كورتزون من بره جامده جدا. اللي بتلاقي بياخد كورتزون من بره. هو صال لو في ميل عشان بتتنفخ واعصابها بتبقى منهارة يعني. وبتخش في عنيف سابة الكورتزون اللي بتاخد من بره. قلنا بقى الخادنا مين قبل كده مرض في بى اولوجو مينورية وامينورية كان مينبقى? ها. كان صح صح هذا هو BLM Di verses, حدناه بيعمل كان بتعمل لو تفتكر اللي كان بيعمل conteúورية وامينورية كان كان واевой كان مين وهنا يكون هنا هو الكورتزون علشان بتاعه قلنا بس بينوا بينكم شطط لي الهيرشوتزم بتاع الميل دي هو اصلا التعريف العلم لكلمة هيرشوتزم هو عبارة عن زت الهيرجروس في الفميل ده المفروض الميل لو بقى ارد مش هيرشوتزم مش هيرشوتزم خالص بس هو اصدق ايه بالكلمة دي او انا انا اصدق ايه بالكلمة المكتوبة دي وتلاقي مجودة برضو ببعض الكتب بيقولك هيرشوتزم يعني اصدق ايه ان العيان او الميل فينا ما بياخد كورتيزون يبتدي يحس او بتدي يلاحظ بقى ان ايه شعر ده انه بدأ يزيد واخبالك اه الشعر بتاع السكندري سكندري بدأ يزيد واصلت فهذه هذي الفكرة يعني هذي الفكرة عشان الاندرجينك افكت بتاع الكورتيزون.לאي يؤثر على البروتين بتاع اللينس يعمل اهو ده كاتاركت اهو. واخبالك خدنا قبل كده مرات بيعمل كاتاركت كمين شاطر ضيابيتس ضيابيتس صح. يدني بيعمل كاتاركت بيعمل جولوكومة خدنا مرات بيعمل قبل كده جلوكوما مرضو الضيابيتس كان كلوس لانجل جلوكوما سكندري تو ها ها شاطر. يبقى الكاتركت اهو. بيعمل جلوكوما بيعمل اكزوفثالماس اهو خب بالك بقى من الجاية دي. بيعمل ده شوف ده ده اكزوفثالماس غير بتاع الجريفز. الجريفز. فهنا اكزوفثالماس ليه? قالك بيزيد الريترو بروتينية الاول قاس في الريترو اربتال فات. يزيد الريترو اربتال ريترو يعني ورا. يزيد الريترو اربتال فات فده يزوء مين? ورا الاربت. الفات يزوده. فيزوء العيل بره. برده اهو. فده بيعمل مين? اكزوفثالماس. شوف انا اجايب لك اول ما تجي ابحث كده اعمل سيرشة عندي الوقتي وانت قاعد اكتب كده اه اكزوفثالماس ان كوشنج سندرومات. اول حاجة جيلك شوف اكزوفثالماس بننساها كلنا. بننساها كلنا. يوم الدكتور في الشاف يقول لي ايه? يقول لي ايه? وده سؤال على اعلى مستوى. تقفل بيه اجنعات. يقول لك قول لي يا من الامراض بتاعة الاندوكراين اللي بتعمل اكزوفثالماس. امراض الاندوكراين اللي بتعمل اكزوفثالماس اول اسم التاني اسم بروبتوزيس. تقوم انت قاعد له ايه? او هيبر ثيروديزم يا دكتور. وفولس اكزوفثالماس بقى وطروق اكزوفثالماس والدكتور مصت بيه في رسيمبل الكمحة شحان في الثيروي. يقول لك شاطر. يقول لك وايه كمان? ولو قلتها فول مارك. وانا ما عنديش بنات للجاوة زيابة. مين? هتقوم انتقال له ايه? كوشنج. هتقوم انتقال له ايه? كوشنج يا دكتور? لان بيزيد الريترو اربتال فات. واخد بالك لو قلتها فول مارك. حلو الكلام. يبقى عشان يزيد بيزيادة الريترو اربتال فات. حلو الكلام. يبقى احنا كده خلصنا اه كوشنج سندرو. تمام? دي صورة جميلة قوي 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 مجمع عليك الا الكلانيكال بكتشر. رقم واحد اه هشوف فيه لو هي طبعا في الاطفال المستقوم انقص في الاطفال زي ما اتقفعنا في حبت البرايمل هايبر كورتوزيزم قلنا الادرينال كارسينومة تنساش. اتنين بيعمل بقى اه مود ديبريشن انسومنيا ومود ديس اردر وسايكوزوس. واخد بالك بعد كده العين شايف? ومبيضضك كاترقت. وجوليكوبة هتضف لي كمان الاخذوفسال مسالية بعد كده هنا ايه فيه زي ما انتها شايف اهو مون فيس بلوثورك واخد بالك شايف الهيرشوتزم تمام? اه تعالى بقى هنا القلب هو عايز اقول كارديو فاسكور بحصل عشان زيادة الصودية زي ما اتفقنا بيبتكالسر زيادة هايبر جليسيمية تؤدي الى ديابيتس طيب وان ولا طيب تو? ها ها. لأ طبعا سكندري. سكندري ايه? ديابيتس. بيعمل سنتر الاوبزتي دي الاسترايا ايه? اسمها استرايا روبرا. تقلب الاسترايا قلبة لو لعانة عالج. تمام? اه بيحصل هايبر شوف عايز اقولك ان هنا هايبر بيجمنتيشن ايه? سكندري شاطر. كوشنج ديزيز. كوشنج ديزيز. لو كان كوشنج ديزيز بسبب زيادة البروبيونو مولانو كورتين. طب تمام. اه بيربرا وايكيموزيس. خب بالك بيربرا وايكيموزيس دي سابقة ما قلنهاش دي. البيربرا وايكيموزيس دي سابقة ايه? الفيزل. نكتوبها هناك بس نسيت اقولها. مش احنا عسامنا كده قلنا فيه الفيزل. صح? الفيزل دي الول بتاعها ببقى ضعيف. بسبب كاتابوليك افكتة على البروبيونو بتاع الفيزل مع ايه خبطة. يحصل بليدنج يوم يعمل لك بيربرا وايكيموزيس. العضلات مايوبا فيه. شوف الفاسكولان نكروز لهيدوف ده فيمر بسبب الاستيبروز والاستيوماليشيا اللي بتاعصف. نفهمنا حاجة? ندخل بقى على الانفستيجيشن. وركز معي ان جزء الانفستيجيشن ده اصعب جزء. لو فهمته مش ياخد معاك خمس دقائق. لو ما فهمتوش لا هتطول فيه. انا بنيجي نعمل هتليني اول عنوان انا كاتبولك ايه الابروتش. مهمة قوي يعني الترتيب يا دكتور. ايه الترتيب? رقم واحد ان العن بتاعك ده ما بيجي لك رقم واحد ان فيه بقى الفيلم تاعت الكوشن. حلو. طب فيلم تاعت الكوشن. تاني واحدة استبعد ان انا اسأله خلاص بتاخد كورتزون يا دكتور يا حاج منبرة ولا قالك باخد كورتزون منبرة عشان عندي مسلا او عندي روماتود او اي مرض بيحتاج كورتزون بيبقى ده اكزوجنس. يبقى اول حاجة اتنين استبعد ان العندي بياخد كورتزون منبرة. تلاتة في شوية تستات كده تتعمل عشان اقول والله ان الكورتزون عالي. طبام? طب اسبت ان الكورتزون عالي ان اللي عندي عنده كوشنج سنادروم. الخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل شوية برضو عشان يبقى اول حاجة الاعراض بتاعت الهايبر كورتزون منبرة استبعدت هعمل time for protesters. ان انا ايس الكورتزون. طب ايس الكورتزون الزي ازاي دكتور? هنشوف دلوقتي. طب لقينا الكورتزون حالي خلاص اسبتت ان الكورتزون عالي الاعند عنده انج بياخدش وبياخدش الكورتزون من برا يبقى ده اندوجنس زي ما قلنا كوشنج سندروم ابتدي ادور بعد كده على مين? على الكوز. طب هدور على الكوز ازاي? هتشوف دلوقتي. اول حاجة التستات اللي في اتعامل عشان اقول او اشخص ان العيان ده عنده تمام? عندي كزا تست. تمام? يعني يعني اي تست من دول انا ممكن استخدوه. وعشان اشخص عشان مية في المية ان العندي عنده هايبر كورتزوليزم اتليست. تبقى او ليهم ابنورمال ريزلت انا عايز اتنين من دول يطلعوا معاك ان اللي عنده هايبر كورتزوليزم. مدام اتنين منهم طلعي بوزتف خلاص. اشخص مية فلمان اللي عنده هايبر كورتزوليزم. تمام? طب صلوا بينا عندي. ازاي ايس الكورتزولي? وركز بقى. يا اما عن طريق ان انا جمع يورين اربعة وعشرين ساعة. واشوف الكورتزول في قد ايه? الو يورين فري كورتزول. اتنين. ان انا ادي للعيان ليه بقى فاكر انت اللو دوز ديكسا من زون صبرشنة تستمع احنا قلناه? هدي العيان خد بالك. هدي العيان. زي ما قلت لك انا قلت لك في الانسان الطبيعي زي وزي ايه. لو اديتك ديكسا لو دوز. المفروض ان هي هتقالي فما يقل يقوم فرص الكورتزول ماله. يقل. فقالك انا هدي العيان جرعة صغيرة. وقيس السيرام كورتزول ليفلي. وقيس السيرام كورتزول ليفلي. المفروض يقل. لو طلع عالي. لو فضل عالي زي ما هو يبقى هيبار كورتزوليزم. طب تمام. تلاتة ليت نايت ساليفري كورتزول. اخد الصلايفة وقيس الكورتزول فيها في الليت نايت. اشمعنا ليت نايت اجلها ولا دلوقتي. اربعة ليت نايت سيرام كورتزول. اجي برضو بالليل اخد عيان الدم واشوف فيها السيرام كورتزول قد ايه? من غير مادة مين الديكسا يعني? حلو الكلام? طب صلى بينا عن النبي. مين فيهم الاحسن? وركز بقى معي في المعلومة دي? على اعلى مستوى. بص. ذا ليفل اوف ذا فري كورتزول. خلي بالك. خلي بالك. ذا ليفل اوف ذا فري كورتزول ان ذا يورين. ذا ليفل اوف ذا فري كورتزول ان ذا يورين. اندي صلايفة. كوروليت مع الليفل اوف فري كورتزول ان ذا سيرام. يعني ان انا مقيس الكورتزولي اولاد اللي موجود في اليورين او اللي موجود في الصلايفة. معنى كده ان انا بقيس الفري كورتزولي اللي موجود في السيرا بينما اما اقولك سيرا كورتزول انا هنا بقيس الفري والباوندد بارد طب ايه الاحسن ايه الاحسن قلنا في الثيلوية من الاحسن ان انا ايس التوتال اللي هو الفري مع الباوندد ولا ايس الفري بس اكيد اكيد شاطر شاطر انا ايس الفري بارد اللي هو الاكتف بارد هايس الاكتف بارد عشان كده لو لو اتألك ايه مور سيبرير قولو ياباشا والله كورتزول دول افضل على الاطلاق Progressive بتقيس ايه? بتقيس الفري كورتزول اللي موجود في السيروم. حد يفهم حاجة? يبقى ده احسن وده احسن. بتجيلك في بتختار ايه? ما بيجيب لكش طبعا الاتنين. ما بيجيب لكش اقول لك مين احسن بين اليورين والساليفري. الاتنين واحد. الاتنين واحد. بس بيجيب لك مسلا ايه? يورين فري كورتزول. سيروم كورتزول. الاحسن مين طبعا اليورين 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 فري كورتزول لانه زي ما قلت لك بقيس الفري وهو والسليفر طب صلا بينا عن ومعايا كده اركز واحدة واحدة اول حاجة اليورين فري كورتزول زي ما قلت هجمع يورين لمدة 24 ساعة وقيس الكورتزول فيه تمام او من ايه اللي يقولك ان فيه هايبر كورتزولزم اكيد طبعا والله اليورين مليان كورتزول طبعا ايه اتنين هدي للعيان وان ميلي جرام بالليل خب بالك بس من كلام هدي العيان ايه امتا ساعة 11 و 12 11 ونص على 11 ونصكة ادي العيان ده واحد ملي جرام ديكسا مسازول اما العيان يصحى اما العيان يصحى هتقوم انت ايه واخد منه عينة الكورتزول يصحى امتا يعني بين تمانية وتسعة كده الصبح هتقوم انت واخد عين الدم واي سفقة السيرام كورتزول في الانسان الطبيعي اللي زي وزيك يعني لو انا جيتك كده قلت لك تعالى ما تديك واحد ملي جرام ديكسا مسازون الساعة 12 بليل قلت لك واحد ملي جرام ديكسا مسازون الساعة 11 ونص مثلا الطبيعي ازا ما قلت لك هتقوم تعمل ايه تقلل الاي سي تي اتش اما الاي سي تي اتش يقل الكورتزول يقل ده المفروض لكن لو واحد عنده كوشنج سندروم ده ما بيحصلش فاكر الجدول ارجع للجدول ارجع للجدول اللي في الاول خالص قلنا ديكسا مسازون سابريشان تست نوقف فكتا عالكورتزول في ايا كان سبب الكورتزول ايا كان سبب الكورتزول الكورتزول هيفضل عالي زي ما هو مش هيتأثر خالص واخد بالك فهنا ان انا اجي ايس الصبح في الانسان الطبيعيلي زي وزيك المفروض الصبح هلاقي الكورتزول قليل لا هنا في العيان اللي عنده كوشنج سندروم ده هيلاقي اكتر من خمسين نانو مول او اكتر من واحد وثمانية من عشرة مايكرو جرام برديسي لتر احفظ الارقام لا خالص خالص مش عليك حفظ اللي بعدها ولو جات لك في الامتحان كالسيناريو بيجيب لك بنقصر النقمة الايه ده اللو دوز يعني ان يحجب لك بص ما هو فيه عندنا حاجة اسمها المفروض فاكلran ماقولنا الكلام ده في الضيبيت ماقولنا ساعة الفاجر فاكل دي ساعة الفاجر بيزيد الفاكل دي قال لأ ساعة الفاجر بيزيد كراتها في كراته والصبح طول ما احنا الصبح الكورتزول افرازه عالي بعد الصلاة العشة كده يتلاقي الكورتزول افرازه يقل واخد بالك عشان تخش بقى فطول انك عايز تنام بقى. فانا هايس امتى? تمام? اخد سامبل من السلايفة يعني انت بتنام الساعة كام? واحد يقول لي لوطرا لابنام الساعة مسلا ايه? اتناشر. حلو. هاجي اتناشر عارف انت الوقت بتقم دروغ فيه ده? يعني فيه وقت كده انت لو بتنام الساعة اتناشر بتلاقي نفسك كده من حداشر دماغك بدأت ايه تزن كده وخلاص وتنام. فانا هاجي على الوقت ده ههم واخد عينة سلايفة وايس الكورتزول فيها لان المفروض في الوقت ده الكورتزول بتاعك في الارض. الكورتزول بتاعك في الارض في الوقت ده. واخد بالك ايه اللي يشخص ان انت عندك هيبر كورتزوليزم? ان في وقت البيت بتاعك الكورتزول. اكتر من اربعة نانومول او اكتر من مية وخمسة وربعين نانو جرام برديسيلتر. اللي بعدها. نفس الكلام برضو او ممكن وانت نايم. يعني عارف وانت نايم خلاص اخد منك عين الدم. واشوف كورتزول. الطبيعي وانت نايم اوسعة الوقت النوم بتاعك الكورتزول في الارض. برضو اكتر من سبعة نص ميكورجرام برديسيلتر. بس زي ما قلت. الافضل ده وده لان انا بقيس قلل شوف كورتزول ف управ بالمي Hells ده تستي تاكيدي. واخي بالت قلت ده تستي يعني ايه تستي تاكيدي? يعني بعد ما اقس قلت قلت السيرام الكورتزول قال ايه عالي? واخي اما انا ميدي مين? عشان اتاكد اما انا ميدي لو دوز ديكسة واخد بعد كده اخد السيرام كورتزول الا ايه برضو عالي? انا خلاص مية في المية اللي عنده عنده انا شخصت فيمنا حاجة? طب تمام. يبقى احنا كده اولاد شخصنا ان الحالة او العيان ده عنده هايبر كورتزوليزم. عايزين ندخل بقى على خطوة اللي بعد كده ايه? ايه? عايزين نعرف السبب. هل السبب ده يا دكتور برايماري اه برايماري اه كوشنج اللي هو المشكلة عندي في الاندنى الجلاند زي ما اتفقنا. او ساكاندري كوشنج اللي هو سواء كان بيتيوتري ادينومال اللي هو كوشنج رزيز او اكتب الكوشنج اللي هو طب تماما هنعمل ايه? قالك رقم واحد خد بالك بس من الحتة اللي جاي دي من اول نقطة دي مهمة جدا. ان احنا نحط في اعتبارنا خد بالك. زي ايه? يعني انا في حاجات او في مصطلح كده اسمه يا ولاد سودو كوشنج. يعني ايه بقى دكتور سودو كوشنج كده? يعني ايه كلمة دي. يعني في امراض عندنا زي وزي العين اللي بيشرب الكحول كتير. وزي وزي في ميل. قد بقى كل الكلام ده. يعني واللي بيشرب الكحول والاااا. الكلام ده كله بيأثر على الحيبوثاليونك بتترقى ده انا الاجس. وممكن تقس في العينين دول او الناس دي كورتزون ترقى ايه عالي. واخد بالك. فعشان كده قل لك دول اسمهم ايه? قل لك ده اسمه سودو كوشنج. فلازم الاول قبل ما اعمل التساتي اللي جاي دي كلها استبعد استبعد ان ده اصلا سودوكوشيك. انا قمتلك اصلا من شواء الاسترس الاسترس بعمل سودوكوشيك اصلا. الاسترس بيزاود فيزاود فيزاود افراز الكورتزون. وممكن تلاقي العيان او البني ادم فينا اللي عنده الكورتزون الصبح عالي وبالليل عالي. فيمت حاجة? يبقى انا لازم الاول اخد بالك. ان انا استبعد. ادى واحد. اتنين. تاني خطوة زي ما احنا اتفقنا بقى. ان انا هقيسي. والله لقيت قليل. يبقى ده اللي هو العب. طب لقينا الاست اتش عالي. اللي هو السكندرا هايبر الكورتزوليزم. اللي هما المشكلة عندي فين. اما بيتيوترا ادنوما كوشنج ديزيز او بارا ماليجننت اللي هو الاكتوب الكوشنج. فين ده حاجة? يبقى انا اوه. تاني حاجة الاست اتش. لقيت الاست اتش قليل اللي هو اقل من خمسة بايكو جرام برميلي. ده سبيكت برايماري برايماري هايبر كورتزوليزم اللي هو العنين عنده بيتيوترا ادنوما او كارسنوما او بلد او بياترا ادن هايبر كورتزوليزم اللي هو الاست اتش 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 ايه ديبندنت اللي هو الاست اتش ديبندنت. طب صالوا بينا عناب. خبالك الاست اتش ديبندنت اي ما انا عندي احتمال ايه? الاحتمال الاولاني اللي هو كوشنج ايه? ها? ديزيز اللي هو عب تيوتري او اكتوب الكوشنج. يبقى انا عشان افرق دول عن بعض محتاج تستات تاني. تتعامل. بس لو طلع الاست اتش اقل من خمسة بايكو جرام ده خلاص. ده برايماري هايبر كورتزوليزم ايه ست اتش اندبندنت. يبقى انا عارف ان العب فين? في الادرنال جلاند. انا بقى عايز اعرف العب اللي في الادرنال جلاند ده. ادنومة ولا كارسنومة والله هايبر بليزيا. او معمل ادرنال ام ار اي او سيتي. او معمل ادرنال ام ار اي او ادرنال جلاند سيتي. عشان اقول والله العام ده عنده ادنومة ولا كارسنومة والله هايبر بليزيا. في الادنومة والكارسنومة انا قلت لك ببقى يونيلاترال. صح كده ولا? يونيلاترال. أدينوما أو كارسينوما زورة الكورتزون فقل ال-STH فالكونترالاترال يبقى فيه أطرفي يبقى كونترالاترال فيه أطرفي بينما الهيبر بليزيا على الأغلب بتبقى فيهaker فبلقي اللي 2 كبار وصلت يبقى ده أول احتمال يبقى oo возмож الهيبر كورتزوليزم اللي هو ال Föramary اللي هوه ساعتها أعمل او ادنال سيتي. ادنال او ادنال ايه? عشان اشوف ده ادنوما ولا كارسينوما. وغالبا زي ما قلت لك ده ايونالاترا. ومعهم اطرف الكنترالاترا. عشان كان زي ما قلت لك بعد ما عمل لازم ادي الكورتزون اللي كامل اقوته في الاول. لا دي بتبقى ايه? بايلاترا الغالب. طب حلو. طب انا عايز افرق دول. عايز افرق دي بيننا. تشوف يقول لك ايه? دي بيننا. طب التستات بقى اللي بعملها عند احتمالية بص بقى. في الاول اول ما اخلاص انا عرفت نوع اول حاجة تيجي في تبانجة على طول ده اللي هو اول حاجة عملها اول حاجة عملها ان انا عمل اه 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 شوف اول حاجة عملها علم كده ان انا هعمل تقوشنجي دزيز. يبقى انا هعمل في الاول عندي احتمال ان يطلع لك العندة عنده فعلا بيتيوتري ماكرو ادنوما اكتر من 10 ميلي خلاص يبقى ده خلاص ومدام فيه بيتيوتر ماكرو ادنومة يبقى انا هدخل اعمل ايه فاكرها ولا حلو خلاص طب افرد ما اطلقش كده خبالك بيتيوتر ادنومة اكتر من 10 ميلي تمام ماشي فيه كتب 6 يعني دافدسون تيكستبوك قالك ايه لو بيتيوتر ادنومة اكتر من 6 ميلي ده خلاص العاني يدخل يعمل العلاج بتاعه طب ماشي طب صلى عنك شوف ايه جاية دي بقى يعني انا ايه جيت عملت بيتيوتر ادنومة ايه ما ارقاي مطلعش عندي ان فيه بيتيوتر ادنومة او انا مش متأكد خلاص يبقى طب ايه الفاردر تيستنج باعش انا فرق قالك حاجتين في عندي حاجة اسمها وتاني حاجة انا هبتدي بالهرمونال تيستنج جديد ان انا قلته يعتبر انا قلته وبعد كده اقولك يعني صلوا بيدي عن نبي ده ايه بقى فاكرتا من الاول اما قلنا ايه في حاجة اسمها وديزموبريسن وفيه تعالوا واحدة واحدة انا هبتدي باللي تحت كانت فكرته ايه انا قلتلك في الانسان الطبيعي زي وزي لو انا اديت ديكسا لارجي دوز مفروب بعمل ايه لو انا اديت ديكسا لارجي دوز المفروب الديكسا لارجي دوز دي هتقلل سيار اتش وتقلل ايست اتش فهتقلل افراز الكورتزوم حلو الكلام الدكسا مقى لارجي دوز خب اللي سمول دوز قلنا ما بتقصرش لو واحد عنده اندوجنسكوشنج سندروم قلناه لو قلنا دكسا سمول دوز تقدر إن هي تعمل إيه تقدر إن هي تعمل أ트를 سابرس الأدينوما شواه فيقوم فيقل فيقل الإفراز مين من تحت الكورتزون يبقى إنا هادي دكسا دارج دوز لو الكورتزون قل يبقى ده بيتوتري أدينوما لكن اتفقنا في الاكتوبك اللي هو واحد مثلا عنده Will now we hit the back على البراماليجنان سندرو فاهم? شوف بيقولك ايه? ادي ديكسا ميسازون هاي دوز للعيان. شوف اديكوت سابريشن يعني الكورتزون قل خمسين في المية من البيز لاين ده كوشنج ديزيز. يعني الرقم مسلا كان الف نزل بقى خمسمية. تمام? يبقى ده كوشنج ديزيز. ان اديكوت سابريشن يبقى اكتوبك اس اتش برو دكش. حلو الكلام? ماشي. بس سوف اللي جاية دي بقى. ورغم ان هيتلاقي بعض الكتب الكتب والله هتشوف كتبة بس ده. نوت ر اه ما بعتمدش عالماتش بعدها. كان زمان ده يقولك ده الكونفرماتوري. الكتب القديمة يا مو الكفار. كان يقولك اديك سابريشن ده. والله يا جماعة ده بنكونفرم بيه. خلاص? لأ. خلاص. معادناش ده بنستخدمه. لو اكتورسي. او مالا انا بستخدم ايه? قالك استخدم السي ار اتش استيموليشن تست. والديزمو بريسن استيموليشن تست. احنا دفعنا السي ار اتش المفروض ده ما بديه. يعمل ايه السي ار اتش ده? يزود الاي سي تاتش. طب الدي تلاتة ريسيبتور اللي في الانتلوب بيتوتري يقوم يزود الاي سي تاتش. قالك ادي ادي سي ار اتش العيان وديزمو بريسن. لان الاي سي تاتش والكورتزين زادوا عن ما كانوا زايدين اصلا عادي مش هتفرق. يبقى ده كوشنجي ديزيز. ده كوشن ليه بقى? ما هو السي ار اتش اللي انا بديه? والديزمو بريسن بشتغلهم. يقوم الاي سي تاتش يزي دكتر? يقوم ايه اللي يحصل? ها? يقوم ايه? يقوم الكورتزون يزي. يبقى كوشنج? لا مش هتلاقي فيه زيادة في ولا فيه زيادة في الكورتزون ليفر. انها ما بتستجيبش اصلا للسي ار اتش ولا شغالة مع نفسها. في امنا حاجة? يبقى ده الاهم دولي التستات اهم. يقولك شوف حلو الكلام? يبقى ده الهرمون تست عشان هفرق بينه. حلو الكلام? طب تمام. عمال ايه يا دكتور بقى? انفيرول بتروزل. اه يعني ايه بقى? انفيرول بتروزل ساينس سامبلينج. ان انا بدخل بصوا كده. انا ازاوله بس هو ايه? انفيرول بتروزل ساينس دي. اهي. ده مين دي? ده فين اهي. شوف المفروض اهي? ده بتصب في حاجة اسمها انفيرول بتروزل فينس ساينسس. فانا هعمل ايه بقى? شوف انا هعمل ايه? هدخل من شوف الرسورة دي كده? هدخل باسطرة بتاعتي من وافضل ماشي من تحت لحد ما اطلع. طبعا ده مين ده? انا كده دخلت او في فيمورال فين ده الاي في سي. دخلت في الاي في سي. وضهرت اتريم. وبعد كده انت طالع عن طريق. من السيبروف هنا كيف? ومن السيبروف هنا كيف? طلعت? لحد ما وصلت قم تساحب عينة من هنا ومن هنا. يعني قم تساحب عينة دم من من الانفيريور بتروزل ساينس عالناحيتين. من هنا ومن هنا. يعني بص بقى سيدي. واسحب الدم. واسحب الدم كمان من البروفرا الفين. وقال لك هتقسل اي سي تي اتش هنا وهنا. بس شوف خبالك بقى انا هسحب عينتين هسحب عينتين من وعينتين من العينتين دول ايه بقى شوف خبالك بقى اه انا بسحب العينتين واحدة بيزل ايوه واحدة هو بيزل يعني من غير مادة العين سيار اتش واحدة بعد مادة العين سيار اتش يعني هسحب عينتين اخو باقش حدة دي صعبة شوية يبقى انا هدخل للانفرول بتروزال فيناس سينس هسحب عينة يعني هسحب عينة من هنا وعينها من البريفرال فين اده واحدة اتنين قدي العين سيا ال H وبعد كده اححل عينها من هنا وعينها من البريفرال فين وقارن وقارن ال SAT H الى نلاقيته في الانفيروار بيترولزال صينيس مع ال SAT H اللى موجود في البريفرال فين عند البيزلين وبعد ما ادل العين سيا ال H الطبيعي ايه ركز بقى معاك كده ركز في العين ده في العين اللى هو عنده كشج قالك ايه? قالك لو لقينا اكتر من اتنين واكتر من ثلاثة ده صجست ان الحالة دي ما هو لو انا عندي هي اول حتة بتصب فيها الانفروب فانا هسحب عينة من هنا وعينة في البريفرال فيه وقيس الاسيت عند تاني عند وعند خبالك ساعة يعني من غير مادة وبعدة مادة لو انا عندي تركيز الكورتيزو هنا اكيد اعلى من البريفرال فلو كان التركيز اتنين الى واحد ده معناه ان هو هنا عالي قوي وخبالك يبقى معناه كده ان فيه ده عند يبقى طب بعد مادة هتقوم البيتوتر ادنوما اتطلع بزيادة فلو قال لك ايه قال لك لمعلمات دي سيارة لو النسبة تلاتة الى واحد يبقى تلاتة سنترل واحد بريفرال واخبالك يبقى ده برضو عادي نوم يبقى انا هسحب عينة من هنا من الانفيريور بتروزل سامبلينج وبريفرال واشوف الاسيت اتش هنا والاسيت اتش هنا هشوف الاسيت اتش هنا والاسيت اتش هنا عند البيزلاين لو الانطبيعي بصق في الانسان الطبيعي يزاوزها كمفروض زي بعض قريبين من بعض لكن لو لقيت النسبة في البيزلاين اتنين الى واحد يعني الاسيت اتش هنا ضعف هنا يبقى ده كوش انجليزيز طب بعد السيارة اتش بقى التلاتة الى واحد يبقى ده كوش انجليزيز فهمنا حاجة زي الفقل تمام كده يبقى ده ايه تاني تاني انا لو قلت اول حاجة باول خطوة بتدي بيها قالت لك فيه ماكرو ادنوما خلصنا عرفنا ده كوش انجليزيز طب مالاتش بيتيوتري ماكرو ادنوما مش مش واضح معايا يبقى اعمل هرمونال تستنج تمام واعمل انفيرول بتروزل اه سامبلينج طب تمام بعد ما فرق بقى خلص عالج بقى ماشي يا ولاد طب لو طلع معاك اشوف اخر حاجة بقى خلص طب يفرد خلاص احنا استبعدنا ده مش كوش انجليز ده اكتوب الكوش انجلي بقى ساعتها لازم اعرف المكيان اللي بيطلع اكيد طب عايز عرف مكيان الماليجنانسي او التيومر اللي بتطلع ساعتها بقى ايه اشك بقى اشوف بقى ايه لان كانسر واللي لدينا اعمل عند العين ده اعمل حاجة اسمها مسلا البيت سي تي بيت سي تي سكان عالجسم كله عشان نشوف مكان التيومر او مكان الماليجنانسي اللي عاملة بورا ماليجنانس وبتطلع حلو الكلمة احنا كده خلصنا شخصنا الحالة اخر حاجة بس اللي بلاقيها في العين ده الحتة دي معلش يكتب جنبها كده ان العين الكوشنج اللي هي عنده هايبر ناتريما زي ما احنا اتفقنا اتنين American زي ما احنا اتفقنا عشان بيقلل او بي زود الهبات قدبط وبيقلل التشو اف جلوكوز فالتالي عمد بينده mile نقول ان جدوله ايه عندهم بعد كده Biber rapidemia عشان هو باستموليت زي ما اتفقنا فالعمد بعنده好的 هيبر كوليستروليميا وهيبر ترايجليسترديميا. سي بي سي اعلى مستوى مهمة جدا شرحناها قلنا بيزيد يقل الجادول ده اللي شرحناه في الاول. تمام? تشوف بقى اللي جاية دي معلش انا عارف ان انا طولت بحيطة بس عشان مهمة جدا جدا جدا. انا وانا هحط لك الصورتين دول على الجروب ان شاء الله عشان تشوفهم يعني. شوف زي ما قلت اول خطوة اعملها استبعد ان العام اخرين بياخد كورتزول من برا. ادو واحد. اتنين. استبعدتي اللي عنده بياخد كورتزول من بره. ابتدي اعمل عشان اشخص هيبر كورتزوليزم اللي هما مين? اربعة عشرين? او tacATE мн ساليفري كورتزول. هتلاحظ خبالك دي انا جبالك من دافيتسون. هتلاحز ان دافيتسون اصلا مش كاتب لك انه ده اه رايسيرم كورتزول. Dlatego يعني هي لمكتوبة في كتب. لكن هو هنا مش كاتبة خالص مش كتبه خالص دي اذا ما قلت لك انها بتقيس ال برد عشان كده ما بحبوش. طب تمام. لقينا اكتر من او يساوي اتنين. يعني انا بص خباك. لو انا عملت دي ودي. حلو. لان اعليين خلاص. طب لو عملت واحد قالك عيده تاني. يعني لو عملت واحد طلع قالك عيده تاني. يعني لو مش متوفر في المعمل ده. الا واحد بس اللي بيعمله. هنعمل واحد طلع عيده تاني. المهم لقينا اكتر من اتنين او اتنين منهم. او عملت تست مرتين طلع ابنورمل. يبقى ده ايه? نخش بقى الخطوة اللي بعدها. انا عايز اعرف او ده تمام? انا عايز اعرف الحالة دي. زي ما قلنا اي نوع من الكوشنج سندروم. ولا النوعين اللي تحت اللي هو كوشنج ديزيز. ولا اكتوب الكوشنج. قالك هميجر مين الاي سي تا اتش. قليل خلاص. يبقى ده ايه سي تا اتش اندبندنت كوشنج سندروم ده مشكلة ادرنال هعمل ادرنال امدجنج. اعمل مين الافضل ادرنال سي تي طلع عشان تحدد بقى الليجن. يعني الادرنال سي تي ده عشان تحدد الليجن. سواء كان ادنومة ولا كارسنومة ولا بيولاترا الهايباربليزي. تمام? تعرف لو لقينا يعني بس ده مش عليه. طب بص معلش الحتة دي. مش مشكلة القصة الحتة دي. مش عليه. طب خلاص? طب النقطة اللي بعد كده. لو لقينا الاسي تا اتش عائي. تمام? يبقى ده اسي تا اتش دي بندنت زي ما قلنا كوشنج سندروم. ساعتها اعمل ايه? شوف اول حاجة هتبالك بيديوتر اماراي. ونبلغ من الكلام عشان ده ام سي كيو على اعلى مستوى. يبقى لو طلع اسي تا اتش دي بندنت الخطوة اللي عطول اعمل بيديوتر اماراي. لقينا ماكرو ادينوما او لقينا ادينوما اكتر من ستة زي ما قلنا. اكتر من ستة عادي. دافتسون الكتب اكتر من ستة. انا هكاتب لك اكتر من عشر اتنين صح. الاتنين صح. ومش يجي لك في الانحان امسي كيو لك ستة ولا عشر. مش رب ما بيجيش. فالمهم يعني او الاماراي قالك ان في ادينوما محترمة خلاص. يبقى انا هاودي العين ده عشان يعمل عطول ترانسيس في النوات اللي هيبو فيزيكتو. زي ما قلتلك. او صصبقت الحالة دي كوش انجليزيز. طب في ادينوما خلاص. طب تمام? طب لو مفيش ادينوما يبقى انا اشك فين زي ما قولنا اشوف اهو. اشك ان الحال دي اكتوبك اي ست ايتش بروداكشن واعمل بقى سي تي امار اي ابدومن وهكذا. تمام? ولو مفيش برضو الاول قبل ما اعمل سي تي امار اي واشوف اكتوبك اي ست ايتش. زي ما قلنا بقى نعمل ايه اهو? او نعمل الهرمونة اللي انا قلتلك عليها. لو طلعت بقى اكتوبك كوشنج بقى انا هعمل سي تي امار اي عالابدومن وهكذا. فهمنا حاجة ولاد? حلو او الكلام. يبقى احنا كده خلصنا الانفستيجيشن كابل. ديفرينشال دياجنوزوس. برايمري من سيكاندري كوشنج شرحناها. اتنين من السي دو كوشنج. ايه اللي يعمل السي دو كوشنج? الامراض دي الابيزة هيبرتنسي في ديابيتك بيشن. ادى واحد. ويه? الفيميري اللي بتاخد اورى الكنتراسيبتف. عشان بيعمل بص الخلاصة. كل ده او السي دو كوشنج ده بيأثر على هايبوثالام البوتوتري قادرين الاجزس وبديك صورة شبه شبه الكوشنج. فلازم استبعد طبعا بتدبل هاش ده حل اللي على العيان ان انا استبعد ان الحالة دي ايه? سي دو كوشنج. طب تمام. قبل لك شوف في السي دو كوشنج. اللورينار استيرويد بيزيد ونودلورينار فريش. زي بقول. تعالى ما انا عليك. لو شخصنا حالة كوشنج سندروم ام سي كيو هو ايه? سيرجري. سيرجري. للمكان اللي مطلع كورتزون بزيادة. اكزامبل يعني. او السبب اللي خلى فيه هايبر كورتزوليمي. يعني بعمل يونيلاترال او بيولاترال لبروسكوبك او اوبن قدر ناليكتول. على حسب. الجراح بيختار. لو كوشنج ديزيز يبقى اعمل ترانسيس في نودل هايبو فيزيكتو. اكتوبك يبقى انا اكيد يعني تيومر ايه? تمام? لو ما نيجل انت تيومر اكيد طبعا ما نيجل انت تيومر هيه هتاعم برا ما نيجل سندروم بقى تيومر مع نودل ديسكشن بقى وهكذا على حسن مكان ايه? تيومر يعني. وفولو اوب ده مهم جدا قصة الفول اوب دي. ان العيان المفروض خبالك. يعني بعد ما شيل تيومر لازم اتابع عشان. اده واحد اتنين. جلوكو كورتوكويد ريبليسمنت ثيرابي از اوف النسيسري افتر سيرتشي. اه فاكر دي? لو كاتيونراترل ادي كورتزون واع من جدو الوزدول للكورتزون لحد ما السلمة ترجع تشتغل. طب لو بايلاترال ادرناليكتومي خلاص يبقى لازم ااخد كورتزون لايف لونج. تمام كده? ده فولوق. طب الكمبيليكيشن ايه? ممكن حاجة تحصل اسمها خبالك من الحكاية دي نيلسون سندروم او بوست ادرناليكتومي سندروم. خبالك من حتة دي انها مهمة جدا. انيلسون سندروم بقى. دي بتحصل في العيان اللي عنده كوشنج ديزيز. يعني هو واحد عنده اندتكتد اندتكتد بتوتري ادنومة. اللي هو مين? اللي هو كوشنج ديزيز. عملنا في ايه? عملنا في بايلاترال ادرناليكتومي. يعني شوف انت الحوار اللي انا قلتلك عليه ده. واحد انا اه عملت انفستيجيشن غلط. خلاص مسلا. عملت انفستيجيشن غلط. وطلع معي ان هو مثلا مسلا مسلا. اه هو المفروض المفروض اللي لو كان ك بايلاترال ادرناليكتومي ده. هو العين مين? هو العين اللي هو عنده اه برايما الكوشنج. اللي هو عنده الاستهج اولي. المعمل غلط. نفترض يعني. المعمل غلط وطلع لي ان الاستهج ايجشن غلط والسيجحن صح كده؟ المعمل غلط وقال لي الـ S-T-H إليك فأنا قلت دي خلاص ده S-T-H independent يبقى ده مين مشكلة أدريانا الجيلاند قمت مودي العين عند جراح وقامل الجراح داخل عامل بايلاترا الأدريناليكتوني أمشال البوف أدريانا جيلاند والعيان ده أصلا كان تشخيصه الصح بيتوتري أدينوم عيد تاني هو عيان أصلا كانت مشكلته إن البيتوتري جيلاند مزودة إفراز الـ S-T-H زي ما انتفقنا وخبالك فالسوبرالينا الجيلاند الـ 2 مزودين إفراز الكورتزون أنا شخصت غلط شخصت إن العيان ده مشكلته تحت مش فوق غلطت معمل بقى أنا ما بعرفش حاجة أين كان وبعدتوا لجراح وقلت له والله عمل العين ده بايلاترا الأدريناليكتوني أمي الجراح عامل بايلاترا الأدريناليكتوني والمشكلة كانت من فوق إيه اللي يحصل؟ صلوا بينا عنك بص هو في التيومر إيه اللي حصل العين اللي عنده بتيوتوري أدنومة ده زي ما قلنا الـ S-T-H زي ماكورتزول زي إمتعى داخل خبالك بص في الـ acetرو reaching زيادة الكورتزول بينه وبينكو بترجع تاني تصبرس شوية التيومر تاني عين عنده بتيوتوري أدنومة الـ S-T-H عالي أما الكورتزول ماله عالي زيادة الكورتزول دي بتصبرس شوية بتصبرس شوية البتيوتوري تيومر إمتعى داخل في العين ده عمل بيلاترا الأدريناليكتومي عملت بيلاترا الأدريناليكتومي في عيان عنده بديوتريادينوم قالك ايه بقى؟ الكورتزون هيوقع ما خلاص معادش في الكورتزون بقى يوم اللي يحصل في قالك التوامر دي بدل ما عاملها كده شوف عاملها ازاي؟ تبقى عاملها كده تكبر قوي زيادة عن نزوم وطلع بوروبيونو ميلانو كورتين بكيميات رهيبة جدا يوم يزيد قوي الاما اس اتش الاما اس اتش ده غير ان تيومر حجمها بيكبر تضغط على القبط الكازمة العام بطلع ما يشوفش شوف بقى يبقى يزيد تمام؟ البيتورية ده هو ما تكبر تعمل العام بيتمبر الهيمانوبيا عشان تضغط على القبط الكازمة ده واحد اتنين يزيد الاسيت اتش بكمية كبيرة والم اس اتش فالعام بيبقى عنده هايبر بيجمنتش يعني شوف العام بيجي لك ايه بهدت اللي هو ماس افكت انها كبرة قوي مع كوتينيس هايبر بيجمنتش ده يعني طلع من القطة العاملات جيلبرتو اسود قال لقى الرجل ده تحرق جوه قال لقى ده الاسيتش والم اس اتش علاء قوي الام اس اتش علاء قوي فالعيان بعد ما يصحق اللي انا عنده هيدك بيتمبر الهيمانوبيا مش ما قد بصحق بطول يعني بعد فترة يعني هيدك وبيتمبر الهيمانوبيا وبتيلعني سود هايبر هايبر بيجمنتش بسبب زيادة الام اس اتش تمام كده؟ اما اجي عمل انفيزيوية عشان شخص الاقي اهو زيادة في الام اس اتش وزيادة في الاس ت اتش وعما اجي عمل ام ار اي الاقي البيتوتر ادنومة ظهرت اللي ما كانش ظهر معايا قبل كده ومخلتنش عرف اشخص اما اجي عالج مفيش حل الا ترانسفينويدل الله ترانسفينويدل هايبو في الديكتومي او راديشان ثرابي مفيش حل الا كده معاش اراب ده اسمها نيلسون سندروم او بوست ادرناليكتوميسندروم اده عيان بيتوتر ادنومة عملت فيه بايلاترا لايه ادرناليكتوم ميديكال الساكند لاي يعني دول بيستخدموا ايه كحاجة ادجوفنت او حاجة بستخدمها لحد ما عمل العملية لحد معادي العملية هي زي مين انظام انهيمتور زي كوتوكونازول والمتايرابون دول بيقال له السنسز شوية بتاع الكورتزون يعني وفيه جلوكو كورتوكويت انتاجونست دول ريسيبتر انتاجونست زي حاجة اسمها تمام? وفيه حاجات يعني اشفاكرين انتو الدوبامين اجنست زي الكابير جولين اللي احنا استخدمناها في وصوماتوستاتين انالوج اللي احنا مسلا استخدمناها في حاجات مرض دي عشان تقلل شوية افراز بيقولك ممكن تقلل شوية في حالات بيديوتر ادنومة يعني بزي ما قلت لك بتاعه ضعيف جدا في حالات اه سندروم يعني اهم حاجة طبعا ايه فهمنا حاجة? تمام ده نفس زي ما قلنا سازبقت ان الحالة دي خلاص تاني اشوف او انا هعمل عشان تقول لك هتكده كده هتعمل او قلنا اول حاجة نعمل خلاص شخصت تمام ما شخصتش اعمل او بعمل او بعمل ده عشان افرق لو هعمل لكن لو كانت انا لازم اعمل المكان بتاع وابتدأ اشيل معليش طاولنا شوية لكن ممتع وان شاء الله بعد ما تشوف الفيديو ده مش هتحتاج وقت انك تزاكر بالتوفيق اولاد